اشتركوا في القناة واللي كان الرئيس بتاعهم في الجيش واتفاجئوا لما هو كمان وافق على كلام جان وقرروا يبدأوا في السرقة واول حاجة سرقوا مكان بيشتغل فيه صديقهم كارلوس لانه كان بيرائب الكاميرات في المكان وقدر يساعدهم في السرقة لكن طلع نصيب كل واحد فيهم من السرقة 18 ألف بس وكانوا مديين جدا علشان رغم المغامرة الكبيرة كسبوا مبلغ قليل جدا وهنا تكلم معهم القائد جاك وعرفهم ان في مهمة جديدة هيكسبوا منها فلوس كتير وهيسرقوا العربيات بتاعة نقل الأموال والمسؤول عنها شركات الأمن وفهمهم ان في واحد صديقه بيشتغل هناك وكان جاك الرئيس بتاعه وقت ما كانوا في الجيش زيهم وعلشان كده بيسمع كلامه والفلوس ستتقسم عليهم هم السبعة ووفقوا كلهم على كلامه وعملوا الخطة المناسبة وقدروا ينفزوا المهمة فعلا وسرقوا مليون وستمائة ألف ومع كل مرة بيسرقوا فيها كانوا بيطمعوا وبيبقوا عاوزين فلوس أكتر من اللي قبلها واتكلم معاهم جاك وطلب منهم يشيلوا فلوسهم في مكان أمان وما فيش حد يشتري أي حاجة غالية علشان ما فيش حد يشك فيهم وفي يوم قعد معاهم جاك وقال لهم على مهمة جديدة هتكون أخطر من كل مرة وهيضطروا يعملوا عملية سطو مسلح في الشارع على واحدة من العربيات بتاعة شركات نقل الأموال ويكسبوا منها حوالي 6 مليون دولار وعرفهم ان المهمة هتكون بسيطة لو نفزوا الخطة زي ما قال وما فيش حد منهم عمل أي تصرف متهور ووفقوا كلهم على كلامه واتفقوا على كده وفي نفس الوقت ده بيكون ميس خارج من البيت ومعاه ابنه دوجي في اليوم اللي بيزوروا فيه ابنه من كل أسبوع لأنه كان منفصل من مراته وابنه كان عايش معها دايما وبتيجي مكلمة الميس من المساعد بتاعه مايك وبيفهموا ان مهمة السرقة بتاعتهم هتفشل لأن زميلهم اللي هيرايب عربية نقل الأموال أول ما تخرج من الشركة حصلت معاه حدثة في الطريق والشرطة بتحقق معاه وطلب من الرئيس بتاعه ميس انه يراقب العربية من بعيد ويبلغهم بس بالطريق اللي هتمشى فيه ويكمل يومه مع ابنه عادي وهم هينفزوا كل حاجة واضطر ميس يوافق على طلبه علشان كانوا بيخططوا للمهمة من ثلاث شهور وبيجي بعدها ابنه وبيركب معاه العربية وبيتكلم معاه ميس في الطريق وبيفهمه انه هينزل يشتري أك وطلب منه ما يخرجش من العربية أبدا لحد ما يرجع له تاني ويقف ساعتها بالعربية قريب من المطعم اللي موجود جنب شركة نقل الأموال وأول ما العربية خرجت من الشركة اتكلم مع ميك وعرفوا الاتجاه اللي اتحركت فيه وكان ساعتها الفريق بتاع جاك في انتظار العربية تحت الكبري اللي بعد المطعم وبيقفوا قدامها وهم لبسين لبس العمال وبيصاوبوا عليهم الأسلحة وبيطلبوا بينهم يخرجوا من العربية وكان دوجي موجود في العربية زي ما طلب منه أبوه ويتفاجئ بعملية السرقة اللي بتحصل جنبه واتصدم من الموقف واتصدم أكتر لما واحد منهم طلب منه يخرج من العربية وينزل على الأرض وما يبصش على حد فيهم وإلا هيموت وحاول واحد من الحراس يقاوم قدامهم وبيتعصب عليه جان وبيصاوب عليه السلاح وبيقتله وبيقتل الحارس التاني اللي كان معاه وبيسمع ميس صوت الرصاص وبيجري بسرعة علشان يلحق ابنه وأول مقرب منهم اتفاجئ بجان وهو بيصاوب على دوجي المدفع الرشاش وضربه أكتر من رصاصة ومات دوجي في ساعتها واتدايق ميس من الموقف ورح بسرعة علشان يهجم عليه لكن بيشوفه جان وبيطلق عليه ست رصاصات وبيقع هو كمان على الأرض وبيفقد الوعي وبعد ثلاث أسابيع بيفوق ميس من الغيبوبة وبيعرف من الدكتور إنه كان متصاب بست رصاصات ومعجزة إنه قدر يتحمل كل اللي حصل وقاوم الموت ولما سألوا عن ابنه اعتذر له الدكتور وعرفوا إن دوجي مات وساعتها نهار ميس من التفكير وخرج بعدها من المستشفى وقرر يسيب كل حاجة بيعملها ويركز على انتقامه من الشخص اللي قتل ابنه وبتيجي مراته جينا علشان تقابله وكانت بتلومه علشان هو السبب لإنها عارفة طبيعة شغله كرئيس لأكبر عصابة في البلد ولإنه كان قاعد قدامها هادي فهمته إنه شخص بارد ومفيش عنده مشاعر ورغم إنه يبان عليه كده من الخارج لكن هو من الداخل كان عبارة عن بركان غضب ومش بيتكلم علشان شايف إنه مفيش كلام هيوصف اللي جواه وبيروح بعدها وبيقابل رئيس الشرطة وبياخد منه قيمة بالأسماء اللي موجود فيها رجال العصابات اللي ممكن يكون لهم علاقة بالموضوع وساعتها مايس طلب منه يسيبه ويتصرف بطريقته في الموضوع من غير أي تدخل من الشرطة وهنا رئيس الشرطة عرفه إنه هيتصرف وكأنه مش شايف اللي بيحصل لفترة طويلة لحد ما يلاقي اللي قتى لابنه وفرح ميس من كلامه وراح بعدها وتكلم مع رجالته وكانوا كلهم خايفين منه لأنه ما كانش هيدخل في الموضوع لكن هما اللي كانوا السبب وطلب منهم يبحثوا عن أي حد موجود فيه مواصفات القاتل اللي هو قال لهم عليها وعنده المهارات بتاعته لازم يعرفوا مكانه وساعتها عرفوه إنه كل الأسامي اللي معاهم في القيمة اللي خدها من رئيس الشرطة خلصت وكل اللي كانوا فيها ماتوا وما فيش حد منهم يعرف حاجة عن اللي حصل وحس ميس من كلامهم إنهم عملوا كل حاجة وطلب منهم يكملوا اللي بيعملوه ويبحثوا عن الشخص اللي قتى لابنه لحد ما يقتله وساعتها بس الموضوع هينتهي وبيوفقوا كلهم على كلامه وبيخرجوا من المكتب بتاعه وبيبدأوا في معظم العصابات وخطفوا في مرة رئيس عصابة من السرير بتاعه وفضلوا يعذبوا فيه ولما تكلم بعد التعزيم قال لميس إن في عصابة كبيرة بتشتغل في تجارة المخدرات والجنس والأطفال والأعضاء البشرية وكمان سرقة عربيات نقل الأموال ولو في حد قتى لابنه يبقى أكيد هم وبيروحوا بعدها وبيقتله كل العصابة وبيحققوا معاهم وبيكتشفوا إنهم ما يعرفوش أي حاجة عن الموضوع هم كمان وبيخرج ساعتها ميس من عندهم وهو متضايق وبيقتل بنفسه اللي اتبقى منهم وأول ما بيركب عربيته بيجي مايك وبيتكلم معاه وبيفهمه إن أكيد شخص من الموظفين اللي بيشتغلوا في شركة نقل الأموال لي علاقة بالموضوع وإنه هيحتاج ياخد وقت كافي للراحة لإن طريقة شغلهم دي مش هتوصلهم لأي حاجة واتفق معاه ميس في الكلام وعرفوا إنه قرر يروح لندن لحد ما يرتاح وبعدها يرجع ويكمل حياته بشكل طبيعي وبينشوفه بعدها هو قاعد قدام السكرتيرا بتاعته وبتديله ورق باسم جديد وبطاقة جديدة وفهمته إنها قدرت تدخل بياناته في أوراق شركة نقل أموال موجودة في بريطانيا وموجود في الورق إنه اشتغل معاها لمدة 11 سنة كاملين لحد ما الشركة تقفلت وشغلها خلص علشان يبقى ليه مبرر لو هيقدم ورقة في شركة تانية ده غير إنه ورقه بيثبت إنه كان ليه سجل ممتاز طول فترة خدمته في الشركة وساعتها طلب منها ميز تجيب له تقرير عن كل الناس اللي شغالين في الشركة وكمان تقرير الطب الشرعي اللي موجود فيه كل حاجة عن الإصابات بتاعت ابنه اللي كانت السبب في موته ووافقت السكرتيرا على كلامه واتفقوا على كده وبعد إسبوع بيروح علشان يقدم في نفس شركة نقل الأموال اللي تسرقت وقت الحادثة بتاعت موت ابنه وبيتكلم معاه المدير وهو مبسوط جدا من السجل بتاعه في الشركة اللي كان بيشتغل فيها وبيقوله على طبيعة شغلهم في الشركة والنظام اللي بيتبعوه وكل التعليمات بتاعتهم وبييجي بعدها بولت قائد الموظفين اللي بيشتغلوا في نقل الفلوس وأقدم شخص في الشركة وبيعرفوا إنه لازم يمر بمرحلة اختبار مهاراته قبل ما يبدأ الشغل ولازم يكون مجموع درجاته في الاختبار ده مش أقل من 70% علشان يتقبل في الوظيفة ووافق ميس ودخل في مرحلة التدريب وقدر ينجح في الاختبارات بسهولة لكن بنسبة النجاح بالزبط وبيروح بعدها لغرفة الملابس مع زميله وحاول اتنين منهم يستهزقوا بيه كموظف جديد لكن ميس قدر يوقفهم عند حدهم واستهزق بيهم وهو كمان وراح بعدها واستلم سلاحه وبعد كده استلم أول مهمة ليه وراح للساحة مع بولت وتقابل مع زميل وديف إلا هيبقى معاه في العربية وركب معاهم بولت علشان يبقى المشرف عليهم في المهمات الأولى لميس وبيمر اليوم الأول بسلام وبياخدوا الفلوس من التجار وبيرجعوا بيها للشركة من تاني وما فيش أي حاجة غريبة بتحصل وبيوقف ميس بعدها قدام البطاقات بتاعت الموظفين وبيشوف اسم كل واحد فيهم علشان يبحث عنه وتاني يوم بيروحوا المهمة بتاعتهم في نقل الأموال كالعادة وبيوقف ديف وميس بالعربية في الطريق علشان يستنوا بولت لأنه كان بيسلم عميل الفلوس بتاعته لكن اتأخر عليهم وحاول ديف يكلمه في اللاسلكي واتفجأوا ساعتها بواحد من اللصوص وهو بيكلمهم على اللاسلكي بتاعه وبيعرفهم إن بولت معاهم وإنه هيقتله في أي وقت لو ما فيش حد منهم سمع كلامه وتوتر ساعتها ديف جدا لكن ميس كان ثابت وفرحان لأن هي دي اللحظة اللي هو كان مستنيها على أمل إنه يلاقي اللصوص اللي قتلوا ابنه وبيطلب منه يسمع كلامهم ويتحرك بالعربية للمكان اللي هم قالوا عليه وأول ما بيوصلوا للمكان بتقف عربية قدامهم وعربية تانية وراهم وبينزل بولت مع واحد من العصابة قدامهم وبيكلمهم واحد في اللاسلكي وبيطلب منهم يحطوا الفلوس في العربية اللي وراهم وإلا هيقتل زملهم وساعتها ميس طلب من ديف يفضل مكانه على الكرسي ويسيبه هو يتصرف معاهم وبيفتح باب العربية وبيرمي شنطة والتانية في العربية بتاعت العصابة لكن التالتة بيرميها خارج العربية وكأنها وعد غصب عنه وساعتها نزل واحد من اللصوص علشان ياخد الشنطة ويحطها في العربية وحذر ميس من إنه يوقعها برا العربية مرة تانية واعتذر له ميس لكن وهو بيرمي الشنطة اللي بعدها دار برصاصة في راسه ونزل من العربية وصوب على الشخص اللي كان مسك بولت والسواء في راسهم وقتلهم هم كمان وبعدها قتل سواء العربية اللي وراه وحط خزنة للسلاح وحاول واحد منهم يضربوا بالنار لكن ميس كان أسرع منه وقدر يقتله في ساعتها وهيرب بعدها رئيسهم في المبنى ورح وراه ميس وفضل يطرده وكان ديف بولت مصدومين من اللي هو بيعمله وأول ما وصل للقائد بتاع اللصوص دار برصاصة في رجله وبعدها رصاصة في رجله التانية وسأله هو بيشتغل لحساب مين ولما رفض يقوله على أي حاجة دار برصاصة في راسه وقتل وهو كمان وبيوصل ساعتها ديف بولت وبيقفوا قدامه وهم مصدومين ومش بيصدقين أنه قدر يقتلهم كلهم بكل سهولة وبنشوف بولت بعدها هو موجود في المكتب مع الشرطة وكان بيحقق معاه اتنين زباط والمدير بتاع الشركة علشان يعرفوا اللي حصل وبيدخل بعدها ميس وبيحقق معاه الاتنين الزباط وهم مستغربين إزاي قدر يساوب على اللصوص كلهم إصابات مباشرة بدقة عالية جدا وساعتها قال لهم ميس إن القانون بتاع اقتل أو تتقتل من عندهم وانتهى التحقيق واتكلم مع المدير بعدها وفاهمه إن في الحالات بتاعتهم بيسيبوا الشخص اللي اتعرضت العربية بتاعته لسط يرتاح لفترة مؤقتة ويتابع مع الدكتور النفسي بتاع الشركة لحد ما يبقى كويس ويرجع من تاني علشان يكمل شغله لكن ميس رفض وفاهمه إن ما عندوش مشكلة نفسية ومش محتاج يرتاح وبيخرج ساعتها رئيس مجلس إدارة الشركة من مكتبه وبيشكر ميس وبيفاهمه إنه بطل وطلب منه ياخد النهاردة أجازة ومن بكرة يكمل شغله عادي وأول ما بيرجع الشركة تاني يوم بيحيي كل زميله بيشجعوه وكانوا شايفينه بطل علشان أنقص بوليت وكمان قتل كل المجرمين اللي حاولوا يقتلوهم وبعد ثلاث شهور بيخرج مع بوليت لمهمة جديدة وبيتفاجئوا بمجموعة من اللصوص وهم بيهجموا على العربية وكان بوليت متوتر جدا وتكلم مع الشركة علشان يبلغهم باللي حصل ولما راموا عليهم قمبلة غاس خرج بوليت من العربية وخرج ميس هو كمان وهو حطت منديل على وشه علشان الدخان وكان قائد اللصوص واقف قدامه ومصوب عليه السلاح ولما ميس نزل إيده من على وشه اتصدم قائد اللصوص وطلب من كل رجالته ينسحبه من المكان ويهربه بسرعة من غير ما يسرقه الفلوس وبنعرف أن اللي كان بيسرق العربية ساعتها يبقى مايك المساعد بتاع ميس وكل العصابة بتاعته لأن مفيش حد فيهم كان يعرف أن الرئيس بتاعهم ميس بيشتغل في شركة نقل الأموال واللي كان مصدوم من الخبر ساعتها هو مدير الشركة ومش مصدق أن اللصوص هربه من قدامه من غير ما يسرقه أي حاجة لكن رئيس مجلس الإدارة كان فرحا جدا من أداؤه وقال لميس أنه أسطورة وياريت يستمر في شغله ويواصل من نجاح لنجاح وكان بوليت ساعتها بيتكلم مع ديف وبيوصف له المشهد وفهمه أن اللصة أول ما شافه اتصدم وكأنه شاف قدامه روح شريرة مش مجرد إنسان عادي وهربوا كلهم وكانوا خايفين منه جدا وكان ديف مش مصدق هو إزاي بيقدر يعمل كده وكانوا اللي اتنين خايفين منه هما كمان وفي نفس الوقت ده بيجتمع مجموعة جاك مع بعض كالعادة وبيقولهم أن المراضي هينفزوا أكبر عملية سرقة فلوس في التاريخ ويسرقوا حوالي 200 و60 مليون دولار واستغربوا كلهم من كلامه وعرفوا من يوم الجمعة كل الفلوس بتاعت شركة نقل الأموال بتكون موجودة في الشركة وهيساعدهم صديقه اللي بيشتغل فيها وهيسمح لهم بالدخول وهيسرقوا كل الفلوس ويخرجوا من هناك بسرعة وبيجي يوم الجمعة وبيكون ميس مع بولت في المهمة بتاعتهم كالعادة وبيتفاجئ ميس لما بولت بيقوله إن ليه زمايل بيساعدوه وبيساعدهم من وقت للتاني وهم اللي كانوا وراء عملية السرقة اللي حصلت من خمس شهور ومات فيها الشاب المدني وحاول يفهموا إن قتل الشاب كان غلطة مش مقصودة وإن زمايله متضربين كويس وكانوا بيخدموا في الجيش وينفزوا مهمة جديدة ولما سألوا ميس عن معاد المهمة عرفوا إنها هتتنفز النهاردة وهيسرقوا كل الفلوس اللي موجودة في الشركة وقال لي ميس إنه شال الرصاص من المسدس بتاعه وياريت ما يتصرفش أي تصرف متهور وإلا هيقتلوه وفرح ميس جدا لإنه أخيرا هيتقابل باللي قتلوا ابنه وقرر ينفس كلام بوليت لحد ما يشوفهم بنفسه وبيدخل بوليت لجراش في الشارع وبينزل ميس وبيربطوا إيده وبينصحوا يتصرف كويس لو كان عاوز يعيش وبيركبوا معهم العربية وأول ما بيوصلوا الشركة بيخرجوا كلهم من العربية وبيصوبوا الأسلحة على كل الموظفين اللي قدامهم وبياخدوا ميس معهم للقوضة بتاعت المدير وبيطلبوا من ديف يسيب سلاحه على الأرض وبيربطوا رجل ميس وبيصيبوا على الأرض هو كمان وبياخدوا بوليت كراهينة معاهم وأول ما بيشوفهم حارس البوابة بيدرب جرس الإنذار وبيشوفهم ساعتها المشرف بتاع الموظفين وبيجهز الأسلحة والمدفع الرشاشة وبيضرب عليهم نار لكن هم كانوا لبسين لبسوا وقع ضد الرصاص وما فيش حد منهم اتصاب ويدروا يقتلوا المشرف وكل الموظفين اللي معاه لكن اتصاب واحد منهم في رقابته وبعد ما بيحطوا الفلوس كلها في الشنط وبيحاول ياخد منه سلاحه وبيصيبوا برصاصة في رجله وبعدها بيخنقوا لحد ما بيموت وبيتدايق لما بيشوف وشه لأنه مش الشخص اللي قتل ابنه وبيفك ايد المدير وديف وبيسيبهم وبياخد اللبس بتاع الشخص اللي قتله وكأنه واحد من اللصوص وكمان علشان وقع ضد الرصاص وبياخد السلاح بتاعه وبيخرج للحرب قدامهم وبيقبض على واحد تاني ولما بيكشف وشه وبيكتشف ان مش هو اللي قتل ابنه بيقتلوا في ساعتها وبعدها بيسيب تليفونه في شنطة من شنط الفلوس علشان يقدر يوصلوهم لو هربوا من الشركة وبتستمر الحرب بينه وبينهم لحد ما بيضربوا بوليت بالنار وبيقع ساعتها ميس على الارض وهو مش قادر يتحرك لكن ما تصفش بالرصاص بسبب الواقي ومش بيبقى فاضل منهم غرجاك وجان وبوليت وبيخرجوا ساعتها من الشركة بالفلوس كلها وبيتبعوا الخطة بتاعتهم واول ما بيوصلوا للنفق بيقفلوه علشان الشرطة ما تقدرش تهجم عليهم ولما بيوصلوا للانفق اللي موجودة تحت الارض بيحطوا الفلوس على العربيات بتاعتها وساعتها جان بيقتل جاك لانه كان مصاب وبيقول لبوليت ان جاك مات لوحده وبيروحوا مع بعض الحد العربية اللي هيهربوا بيها وبعد ما بيحطوا الفلوس كلها بيصوبوا الاسلحة على بعض لكن جان كان اسرع من بوليت وقدر يقتله وخاد الفلوس كلها وهرب بها لوحده وتاني يوم بيكون جان موجود في بيته ومعاه كل الفلوس وبيتفاجئ بصوت تليفون بيرن وبيكتشف انه موجود مع الفلوس في شنطة من الشنط واتصدم ساعتها بميس وهو موجود عنده في البيت وبيسأله لو كان هيرد على التليفون وداله دليل الطب الشرعي بتاع موت ابنه وطلب منه يقرأه قدامه واللي موجود فيه ان ابنه مات بسبب اربع رصاصات في الطحال والكبد والرئتان والقلب وحاول جان يعرف هو عاوز ايه واتفاجئ بميسه هو بيضربه رصاصة في الكبد وبعدها في الطحال والرئتان وعرفوا ان ابنه كان اسمه دوجي وضربوا اخر رصاصة في قلبه ومات جان في ساعتها ونزل بعدها ميس من البيت وكان رئيس الشرطة في انتظاره ولما ميس اكد له انه كل حاجة انتهت طلع رئيس الشرطة علشان ياخد الفلوس ويسلمها للشركة مرة تانية وراح ميس وركب العربية مع السواء بتاعه وقرر يكرم ذكرى وفاة ابنه ويبدأ حياة جديدة بيبدأ الفيلم بفرانك وهو ركب عربيته وبيستعد عشان يتحرك لمهمة النهاردة وبيشغل العربية بكود وبدوسة زرار بيغير نمر العربية من وراء وده لان فرانك بيشتغل سواء لمهمات خاصة وهو انه بينقل اي حد واي حاجة لأي مكان بيطلب منه مقابل مبلغ هو بيحدده وبيتحرك فرانك للمهمة اللي عنده وبيقف اصاد بنك وفجأة بيخرج ربا حرامية من البنك وبيركبوا العربية وبيطلبوا منه يتحرك بسرعة لكن هو بيرفض وبيعرفهم انه متفق معاهم على انه هيوصل 3 اشخاص بس بوزن معين وكده الوزن هيزيد ومش هيقدر يوصلهم بامان للمكان اللي متفقين عليه وساعتها واحد من الحرامية بيصوب نحيطه السلاح وبيهدده ان لو ما تحركش هيقتله ويسوق هو لكن بيعرفوا فرانك ان العربية ما بتشتغلش غير بكود هو بس اللي يعرفه وفي الوقت ده الشرطة بتبدأ تتحرك وبتيجي نحيتهم مع فرانك ويمشوا وبعدها بيسوق فرانك بسرعة وبيحاول يهرب من الشرطة وبيمشي مخالف وبيعمل ازمة مرور وعربيات الشرطة بتطرده وبيسوق بسرعة عالية جدا في وسط المدينة لحد ما بيقدر يهرب منهم بس بيقفوا في نص الطريق عشان واحد من الحرامية بيتعب وفجأة بتظهر عربية شرطة وراهم وبيجري فرانك بسرعة لحد ما بيوصل لطريق مقفول وساعة الشرطة بتحوته والزباط بينزلوا من العربيات وبيوجهوا الاسلحة نحيتهم عشان ينزلوا لكن فرانك بيشوف شاحنة محملة عربيات في مراية العربية بتاعته فبيطلع لقدام بسرعة وبيطير من على الكبري وبينزل على الشاحنة بالعربية ولسوق حظه الشرطة بتفضل تطرده فبياخد مسدس من الحرامية وبيضرب على الحديد اللي قافل على العربيات في الشاحنة واخر عربية بتنزل على الارض وبتعطل الطريق وتلات عربيات من الشرطة بيخبطوا في بعض وبيكل سفيتن بيطردوه وبيفضل فرانك يجري بسرعة لحد ما بيوصل لمحطة قطر وبيعدي بسرعة من على السكة الحديد وساعتها القطر بيعدي بعده والطريق بيتقفل والشرطة ما بتلحقوش وبعدها بيوصلهم فرانك للمكان اللي متفق معاهم عليه ولما بيعرضوا على فلوس أكتر عشان يوديهم حتة تانية بيرفضوا بيعرفهم ان اتفاقوا ما بيتغيرش وبياخد فلوسه وبيسيبهم ويمشي وفي نفس اليوم بيرجع فرانك لبيته وبيخسل عربيته وبيغير نمرها من تاني وبيرجع لحياته الهدية وبعدها بيجي له الزابي التاركوني وبيعرفوا ان في حرامية تابض عليهم كانوا رجبين عربية بنفس مواصفات عربيته وبيحقق معاه وبيفتش في عربيته ولما ما بيقدرش يوصل لحاجة بيسيبه ويمشي وبالليل بيجي لفرانك مهمة جديدة وبيروح يقابل الناس اللي هيوصلهم وبيعرفوا انهم هينقلوا معاه شنطة وزنها خمسين كيلو تقريبا فبيحدد لهم المعاد وبيعرفهم انه مستحيل يفتح الشنطة لان دي قواعد عنده وبيسيبهم وبيمشي وتاني يوم بيروح فرانك في المعاد وبيستلم الشنطة ويحطها في العربية وبيتحرك لكنه هو على الطريق الكاوتش بينفجر وبينزل يغيره وفجأة هو بيفتح شنطة العربية بياخد باله ان الشنطة اللي بينقلها جواها حد بيتحرك وساعتها فرانك ما بيهتمش وبيكمل تغيير الكاوتش وبيمشي وبعدها بيقف على الطريق عشان يشرب حاجة وبيجيب عصير زيادة وبيفتح شنطة العربية وبيفتح الشنطة اللي جواها وبيلاقي فيها بنت متكتفة فبيفتح لها جزء من البلاستر اللي على بقها وبيشربها العصير وبيقفل عليها تاني وبيمشي وبعد وقت بيلاحظ انها بتخبط جامد على العربية من ورا فبيضطر يوقف ويفتح لها وساعتها بتعرفوا انها محتاجة تدخل الحمام وبينزلها فرانك وبيفك لها الحبل المربوطة بيه لكن بيربط لها حبل على رقابتها وبيمشيها لحد ما بتدخل للغابة وبيفضل مستنيها لمدة دقيقة ولما بتتأخر بيحاول يشد الحبل بس بيكتشف انها ربطته في شجرة وهيربت وبعدها بيجري وراها بسرعة وبيركز في الخطوات اللي في الأرض لحد ما بيلاقيها وبيمسكها لكن هم راجعين للعربية بيلاقي اتنين من رجال تشورطة واقفين عند العربية مستنيينه ولما بيشوفوا البنت على كتفه بيهجموا عليه فبيرمي البنت في اتجاه واحد منهم وبيضرب التاني ضربة قوية وبيغمى عليه وبيضرب الأول وبيوقعوا على الأرض وبعدها بيرجع البنت وبيحطها في الشنطة وبيحط معاها الاتنين الزباط وفي نفس اليوم بيروح يسلمها للمكان اللي اتفق مع الناس عليه وبيقابل سلافيا المجرم وبيسلموا الشنطة وبعدها بيطلب منه سلافيا ان يوصلوا شنطة وزنها كيلو وبيديلوا العنوان وبيعرفوا التفاصيل وساعة فرانك بياخد الشنطة وبيمشي ومع الوقت بيوقف على الطريق عشان يأكل ولما بيرجع للعربية بيتصدم بيها وهي بتنفجر قبل ما يركبها وبالليل بيرجع فرانك للمجرمين اللي اخد منهم الشنطة وبيكسر الباب وبيدخل وساعتها بيصاوبوا نحيطه السلاح وبيضربوا بالرصاص فبيمسك الباب وبيصد به الرصاص وبعدها بيرمي عليهم وبيهجم عليهم وياخد من واحد منهم المسدس وبيضربهم بالرصاص في رجليهم واحد وراء الثاني وبيسأل مساعد سلافيا عليه وفجأة بيلمح في المرايا واحد بيحاول يقتله وساعتها فرانك بيضربوا بالرصاص وبيرجع للمساعد بيلامسه وبالسلاح نحيته فبيضربوا بالرصاص وبيسيبوا يمشي قبل ما يعرف مكان سلافيا وبعدها بيخرج فرانك وبياخد عربية من الجاراج وبيمشي وفي نفس اليوم وهو على الطريق بيتفاجئ بالبنت اللي كان بيوصلها بتطلع من الكرسي اللي وراء فبيتصدم وبيوقف العربية بسرعة وبينزلها على الطريق وبيسيبها ويمشي لكن بعد شوية بيحس بالزنب نحيتها فبيرجعوا بياخدها معاه على بيته من غير ما يعرف عنها حاجة غير ان اسمها لاي وبالليل لاي بتفضل تفتش في البيت عشان تعرف هو مين لحد ما بتلاقي صور قديمة وبتعرف انه كان زابط متقاعد من الجيش وليقوا سمة كتير وكانت ردبته عالية وتاني يوم بيكونوا المجرمين كلهم في المستشفى بعد اللي فرانك عملوا فيهم وبيجي لهم سلافيا وبيسأل المساعد بتاعه على اللي حصل فبيعرفوا ان فرانك هو اللي عمل فيهم كده وان الشرطة جات حققت معاهم بس محدش يتكلم وساعتها فرانك بيتطمن وبيحط منديل في بق المساعد وبيخنقوا الحد ما يموت عشان السر يموت معاه وفي الوقت ده بيسحى فرانك بيلاقي لاي محضر له الفطار والقهوة وبيتعاملوا كويس جدا وفجأة الباب بيخبط وبيفتحوا يلاقوا الزبي التاركوني وبيعرفوا انهم لقوا عربيته محروقه على الطريق وكان فيها تنين زباط وساعتها بيفاهموا فرانك انها تسرقت منه مبارح وكان لسه يروح يعمل محضر بالسرقة بس مالحقش ولما بيسأله الزابط على لاي بتقوله ان لما فرانك عربيته تسرقت هي خدته من على الطريق ووصلته لبيته والعربية اللي في الجراج دي عربيتها فبيطلب منه الزابط يجيب لاي ويروح له المركز النهاردة عشان ياخد اقوالهم وبيسيبهم ويمشي وبعدها بيدخل فرانك ولاي البيت بس فرانك بيحس بحركة غريبة بتحصل برا وفجأة بيترمي عليهم صاروخ وبيفجر البيت وبيستخبوا بسرعة تحت ترابيزة وبيتضرب عليهم نار فبيجروا بسرعة وبيحاولوا يستخبوا لحد ما بيوصلوا للأسانسير وبيدخلوا بسرعة وساعتها بيتضرب عليهم الصاروخ التاني والبيت كله بينفجر وبينزلوا للدور الارضي وبينطوا بسرعة من الأسانسير للقبو وبعدها فرانك بياخد لاي وبيفتح باب بيخرجهم للبحر وبيدطوا فيه وبينزل فرانك يجيب أمبوبة أكسجين رابطها تحت وبيعوموا في المية في الوقت اللي الصاروخ التالت بيتضرب علي البيت لحد ما كل حاجة بتتدمر وساعتها فرانك ولاي بيفضلوا يعوموا لحد ما بيوصلوا البوابة حديد تحت المية بيفتحها فرانك وبيوصلوا للمخرج اللي بيوديهم على بيت فرانك التاني وفي نفس اليوم بينشوفهم في مركز الشرطة والزابط بيحقق معاهم في الحادثة اللي حصلت للبيت وبيسأل فرانك عن اللي حصل للعربية والبيت وهل لسا عنده أعداء من شغله القديم ولا لأ فبيعرفه فرانك انه ساب الشغل من زمان وعايش على المعاش بتاعه وحياة هادية وملوش أي أعداء وبعدها الشرطة بتطلب بتكلم الزابط برا المكتب وبيخرج الزابط وبيسيبهم لدقايق وساعتها بتقوم لاي وبيتفتش في الكمبيوتر بتاعه وبتكتب نوع العربية اللي يربوا بيها من عند المجرمين لحد ما بتوصل لسورة السلافيا وبتطبع المعلومات بتاعته وبتقفل الكمبيوتر بسرعة قبل ما يدخل الزابط لكن بعد ما بيمشوا بيفتح الزابط الكمبيوتر على سورة السلافيا وبيتأكد ان ده المجرم اللي بيدور عليه وبنعرف انه خرج من المكتب قاصد عشان لاي توصلهم لي وبعد ما بيخرج فرانك ولاي من مركز الشرطة بتطلب بينه لاي يروحوا لسلافيا عشان ينتقموا منه والافضل انهم يبدأوا من جديد بعيد عنه وساعتها بتعرفوا لاي ان سلافيا بيتاجر في البناء دمين وبينقل حاويات مليانة الناس عن طريق البحر وابوها واخوتها من ضمنهم ولو ما لحقتهمش النهاردة هيسفروا ومش هتعرف مكانهم وهيبقوا عبيد والوحيد اللي يعرف رقم الحاوية اللي فيها اهلها هو سلافيا وساعتها بيتعطف فرانك معاها وبيتدايق عشانها وفعلا بيروح معاها وبيهجموا على سلافيا في مكتبه وبيصوب فرانك السلاح نحيته وبيتحاول لاي تدور في الملفات على اي معلومات لكن ما بتوصلش الحاجة ووقتها بيهددوا سلافيا بالقتل لو ما قالوا امش على رقم الحاوية وبيعرفوا سلافيا ان لاي كدابة وان ابوها كواي شريكو فبيتصدم فرانك لكن لاي بتدخل وبيتفاهمه انها اضطرت تقوله كده عشان يسعدها لان في ربع وميد شخص مخطفين في الحاوية وهيتباعه وساعتها كواي بيدخل عليهم المكتب وبيتوجي لاي السلاح نحيته وبتهدده بالقتل وبتطلب منه يعرفها مكان الناس عشان تلحقهم بس ابوها بيرفد وبياخد سلاح من الحرس بتوعه وبيصوبوا نحية فرانك وبيطلب منها تنزل المسدس وإلا هيقتله فبتضطر لاي تنزل السلاح عشان تحمي فرانك وساعتها ابوها بيؤمر الحرس يقتلهه وسلافيا بيكتف لاي وساعتها سكرتريت سلافيا بيتبلغوا إن الشرطة طلع على السلم وبيطلب منها سلافيا تبعت لليو الحارس الصيني بتاعه وفعلا بيدخل ليو وبيهجم على فرانك وبيكتفه وسلافيا بيدربه على راسه وبيقع فرانك مغمى عليه ولما الشرطة بتدخل بيعرفهم سلافيا إن فرانك كان خاطف لاي عشان يبتزهم لأنهم رجال أعمال كبار في المدينة وبيطلبوا من الشرطة تقبض عليه وبياخدوا لاي وبيمشوا وفي نفس اليوم بيقوم فرانك بيلاقي نفسه محبوس في زنزانة وتاركوني بيتخلوا وبيعرفوا إن التهم اللي متوجهه له كتير ويفضل معهم فترة لكن لو حكالوا الحقيقة هيساعدوا وساعته فرانك بيعرفوا إن كواي وسلافيا بيخطفوا ناس من أسيا وبينقلوهم في حويات عن طريق البحر ويبيعوهم في مارسيليا فبيتصدم تاركوني وبيعرفوا إنه هيحقق في كلامه لكن ده هياخد وقت فبيطلب منه فرانك يسيبه هو يحل القضية عشان يلحق الناس قبل ما يموتوا وبيعرفوا فرانك إنه هيحل الموضوع فأقل من 12 ساعة وساعتها بيخرج تاركوني من الزنزانة وبيسيب الباب مفتوح فبيفهم فرانك إنه هيهربه وبياخد سلح تاركوني وبيصقه بالسلح نحيته وبيهدد بقاتله لو الشرطة ما سابتوش يهرب وفعلا بياخد تاركوني وبيهرب بره مركز الشرطة وبياخد عربيته لحد ما بيوصلوا للمينة وفرانك بيسيب تاركوني وبياخد مركب صغيرة مليانة أسلحة وبيطلب من تاركوني إنه يروح لوحده عشان يقدر يتحرك بسهولة وبيسيب ويمشي وفي نفس اليوم بالليل بيوصل فرانك للمكان اللي فيه الحويات وبيفتش فيهم كلهم عشان يلاقي الناس المخطوفة وبيكونوا كلهم فضيين لحد ما بيشوف مبنى في لاي وبيسمع صوت سلافيا بيتفق مع سواء شاحنة إنه يتحرك ويروح للمستودع عشان يسلم الحويات هناك وهم هيكونوا وراب العربية وفي الوقت ده بتكون لاي بتتخانق مع ابوها وبيتقولوا إنها بتكرهوا فبيضربها بالألم وبيطلب من الحراس ياخدوها ويركبوا على العربية غصبا عنها عشان يتحركوا وساعتها بيهجم عليهم فرانك وبيقتل واحد من الحراس فبيبدأ باقي الحراس يحوطوه وبيحاولوا يقتلوه لكن بيضرب عليهم نار وساعتها بيظهر سلافيا وبيضربوا في وشه وبيوقع منه السلاح وبيضربوا فرانك بلاك ما في وشه لكن بياخد سلافيا عصايا وبيضرب فرانك بيها وبعدها بيسيبوا للحراس وبيمشي وساعتها بيهجم عليه الحراس وبيحاولوا يقتلوه وهو بيدفع عن نفسه وبيفتح باب حاوية وراه وبيخبطهم بيه واحد ورا التاني وبتدور بينهم معركة شارسة وبيدخلهم كلهم للحاوية وبيقفل عليهم وبيجري بسرعة عشان يلحق الشاحنة قبل ما تمشي وبيطلع على الحاويات من فوق لحد ما بيقرب من الشاحنة وبينط عليها لكن بيتعلق في طرفها وساعتها السواء بيشوفه وبيحاول يخبطه في أي حديد وهو ماشي عشان يقع لحد ما بيتصاف فرانك وبينط على باس ماشي جنبه لكن رجالة سلافيا بيروحوا وراه وبيطردوه لحد ما بينزل وبيهجموا عليه فبيقلع فرانك التشيرت بتاعه وبيخنوا اتنين منهم بيه وبيحاول يجري لحد ما بيدخل باس وساعتها بيحصروا جوه الأوتوبيس وبيهجم عليهم فرانك وبيتدور بينهم معركة شارسة وبيفضل يضربهم بعنف وبيكسر بيهم الإزاز ويخرجهم برا الباس لحد ما بيمسكوا عصيان حديد عشان يضربوا بيها فبيطلع فرانك سكينة شايلها في رجلو وبيضربهم بيها واحد ورا الثاني لحد ما بيتصافوا كلهم وبينزل من الباس بسرعة فرانك بيرمي صندوق في سولار على الأرض وكلهم بيتزحلق وما بيعرفوا شي قوموا وفرانك بيضرب المجرم اللي مسكوا وبيوقعوا وبيضلق برميل تاني عليه عشان كل ما حد يمسكوا يتزحلق لحد ما بيروح لأرض نشفة وبيكسر عجلة وبياخد البدلات يركبها في رجلو عشان يقدر يقف على السولار وبيستعد عشان يهجم عليهم لكن فجأة مجرمين تانيين بيدخلوا وبيضربوا على نار وبيوطي فرانك بسرعة وبيتزحلق وبياخد واحد من رجالة سلافيا يوقفه قدامه عشان ياخد كل الرصاص عنه وبيفضل يجري به لحد ما بيخرج من إزاز وبينطف البحر ومعاه الحارس عشان يصد عنه كل طلقات النار اللي بيدربها رجالة سلافيا وكمان بيرموا برميل فيه سولار وبيولعوا فيه في الميا عشان يتأكدوا من موت فرانك لكن هو بيقدر يهرب تحت الميا لحد ما بيرجع لموقف الأوتوبيسات وبياخد التشيرت بتاعه ومسدس وبيسرق عربية من الموجودين في الموقف وبيجري عشان يلحق الشاحنة اللي بينقلوا فيها المخطوفين وتاني يوم بيقدر يوصلهم وبيجري وراهم على الطريق لحد ما بيلاقي واحد بطيارة هوائية فبيستنى لما بينزل وبيهددوا بالمسدس عشان ياخدوا معاه وفعلا بيتيروا فوق الشاحنة بالزبط وساعتها فرانك بيدي الطيار رقم تركوني وبيطلب منه يتصل بيه علشان يلحقه وبينط فرانك ببراشوت وبينزل على الشاحنة وبيرمي البراشوتة على العربية من عربيات رجالة كواي وساعتها العربية بتتقلب وبيهجم فرانك على السواق وبيكسر الإزاز وبيرمي السواق في الأرض وبيسوق مكانه لكن كواي بيشوفه وبيضرب كواي على نار وبيحاول يقتله وساعتها بيتفاجئ فرانك لما بيلاقي سلافيا جنبه في الشاحنة وبيصاوي بالسلح ناحيته لكن فرانك بيضربه بالمراية في إيده فبيقع السلاح منه وساعتها سلافيا بيحاول يخنقه فبيرجع فرانك الكرسي بسرعة الورا وبيضرب سلافيا وبيرجع يسوي العربية من تاني وبعدها سلافيا بيهجم عليه من وراء تاني وبيضربه برجله وبيحديفه من الإزاز بره العربية وبيقع فرانك لكن بيتعلق في العربية من تحت وبيفضل مسك فيها طول ما هي مشية وساعتها بيشوفه كواي وبيضرب عليه نار عشان يقتله فبيحديف فرانك حديد عليه بتيجي في رأس السواق وبيموت وبيفقد كواي السيطرة على العربية وبتدخل بيه في الغابة لحد ما بيخبط في شجرة وبعدها بيطلع فرانك على الشاحنة من فوق وبيهجم على سلافيا من تاني وبيخنقه برجله وبيرميه من العربية وبيسوق الشاحنة لحد ما بيوصل لمكان أمان لكن فجأة بيجي كواي وبيصاوب السلاح في رأسه وبيهدده وبيخليه ينزل وبيطلب من الحارس بتاعه ياخد لاي بعيد ويرقبها بتضرب أبوها بالرصاص في ظهره وبيموت في ساعتها وبعدها الشرطة بتيجي وبيطلعوا الناس المخطوفة من الشاحنة وبينخذوهم وبيعتذر تاركوني لفرانك إنه قبض عليه وكان شاكك في قدراته وبعد ثلاث سنين بنشوف فرانك في عربيته الجديدة وبيستعد لمهمته وفجأة بتجيله بنت بتطلب مساعدته عشان الكوتش بتاع عربيتها في مشكلة لكن فرانك بيعرفها إنه متأخر وبيرفض ينزل وساعتها البنت بترفع السلح في وشه وبتهدده ينزل وإلا هتقتله فبينزل فرانك وبيهجم عليه أربع شباب وبيركبوا العربية وبيحاولوا يشغلوها بس بيعرفهم فرانك إنها ما بتشتغلش غير بكود فبينزلوا من العربية وبيهجموا عليه وبيحاولوا يضربوه وساعتها فرانك بيدفع عن نفسه وبيفضل يضربهم بعنف وبيوقع ثلاثة منهم والرابع بيكون مع سكينة وبيحاول يضربوا بيها لكن فرانك بيضربها برجله وبيوقعها منه وبياخدها ويضربوا بيها وساعتها البنت بترمي المسدس وبتجري وهي خايفة وبعدها بنشوف فرانك وقفه قدام مدرسة وبياخد الطفل جاك وبيرجعه لبيته وهناك مامته برودي بتشكره إنه قبل بالمهمة دي لحد ما السواء بتاعهم يرجع من أجاسته وبتطلب منه ييجي بكرة الساعة تسعة ياخده يودي للدكتور وبعدها يرجعه على ايد ميلاده وفي الوقت ده بيكون فيه جهاز تجسس كبير بحطوط فوق البيت بيسجل كل الكلمة وحركة بتحصل في البيت والجنينة وتاني يوم فيه عصابة بتدخل على عيادة الدكتور اللي بيكشف على جاك وبيقتلوا الدكتور والممرضة وبيحبسوهم في قوضة وبينتحلوا شخصيتهم وبعدها بيروح فرانك وجاك للدكتور في معادهم ولما بيدخلوا العيادة بيلقوا اللولة اللي قتلت الدكتور والممرضة واخد مكان الممرضة اللي منتحل شخصية الدكتور وبياخد جاك وبيقفل عليه القوضة وبعدها بيدخلوا واحد تاني لابس بلطه عليه اسم دكتور جاك الحقيقي فبيشك فرانك فيهم وفي نفس الوقت بيشوف دم خارج من تحت باب قوضة تانية فبيهجم فرانك على قوضة الدكتور وبيلاقيهم بيحاولوا يدوا جاك حقنة وساعتها بيهجم عليهم وبيضربهم وبياخد جاك وبيحاول يهرب به لكن هم بيقفلوا الباب وساعتها بيفتح فرانك مخرج لقوضة تانية وبيعدي منه جاك والمجرمين بيهجموا على فرانك وبيحاولوا يقتلوه وفرانك بياخد مشرة توقع على الارض وبيضرب واحد به والتاني بيزقه برجله وساعتها جاك بيقع على الباب وبيخرج على الاستقبال برة ولولا بتشوفه وبتهجم عليه وبتضربه بالرصاص فبيحط الباب قدامه عشان يحمي منه الرصاص وبيدخل للقوضة اللي فيها جاك وبيدور على اي حاجة تساعده لحد ما بيلاقي انبوبة اكسجين بيربيها لبرة بسرعة وبيكسر اللمبة اللي فوقها وبتنفجر لكن لولا بتستخبه بسرعة وما بيحصلهاش حاجة غير اصابات خفيفة وبعدها فرانك بياخد جاك وبينزله للجراج وفي الوقت ده لولا بتبلغ المساعد بتاعها اللي مستنيها في العربية وبتعرفه ان فرانك هرب فبيحط له جهاز تتبع وقم بلا في العربية من تحت وبعدها فرانك وجاك بيركبوا العربية وبيمشوا من المكان بسرعة ولولا بتنزل وراهم وبتضرب عليهم نار لكن عربية فرانك بتكون مضادة للرصاص وما بتتأثرش بدرب النار وبيهرب بسرعة وساعتها الشرطة بتيجي وبتحاول تقبض على لولا بس هي بتضرب عليهم نار وبتقتل الزباط كلهم وفي نفس اليوم بيرجع جاك وفرانك للبيت لكن قبل ما يدخلوا البيت بيجي لفرانك اتصال من زعيم الإصابة جون وبيطلب منه يبص في مراية العربية وساعتها فرانك بيشوف ليزر على رأس جاك وبيعرف انهم مصوّوا بين السلاح ناحيته وبتظهر لولا وبتركب معهم العربية وبتهددوا بالمسدس وبتعرفوا ان لو ما تحركش بسرعة هتقتله وهتاخد جاك فبينفس كلامها وبيخرج بالعربية ورا البيت وبيمشوا وفي الوقت ده بتشوفهم برودي ام جاك وبتجري بسرعة عشان تلحقهم لكن ما بتعرفش وكمان وهم بيخرجوا من البيت بتكون في عربية شرطة جاي عليهم وبتضرب لولا عليهم نار وبتبوص كوتشات العربية عشان ما يلحقوهاش وبعدها بتجري وراهم قوات تانية وبتطردهم وساعتها بيستخدم فرانك مهارته في السواقة وبيهرب منهم لحد ما عربيات الشرطة بتدخل في طريق مقفول وفرانك بيدخل لطريق البحر وعربيات الشرطة ما بتقدرش اطردهم وبتقع واحدة ورا التانية وبيجري فرانك بسرعة وبينط بالعربية من مبنى المبنى ولما بيفتكروا انهم اتخلصوا من الشرطة بيكتشفوا ان في طيارة هليكوبتر بتطردهم لكن لولا بتضربها بالنار وبتنفجر وبيكملوا في طريقهم وفي نفس الوقت ده بيكون بيت جاك مليان برجالة الشرطة وده لان ابوه جيف سياسي كبير وليه منصف في الشرطة وكلهم متجمعين عشان يحاولوا يوصلوا لفرانك لانهم فاكرين انهم يتفق مع العصابة وخطف الطفل جاك وساعتها بيكون فرانك مع جاك في بيت جون رئيس العصابة وجون بيتصل بجيف وبيطلب منه خمسة مليون دولار في خلال ساعتين وإلا هيقتل جاك وبعدها جون بيطلب من فرانك يمشي وما يعرفش حد مكانهم وإلا هيقتل جاك فبيوافق فرانك لكنه هو ماشي بيشوف القنبلة اللي متركبة في العربية من تحت بس ما بيبينش النعيف وبيركب العربية وبيمشي وبعد ما بيبعد عنهم بمسافة بتفجر لولا القنبلة بيجاز معاها لكن فرانك ساعتها بيطير بالعربية وبيشيل القنبلة بشانك المتعلق في برج حديد وبيجري بسرعة قبل ما القنبلة تفجر العربية وبعدها بيتصل فرانك بالزابط تاركوني لانه موجود في بيته عشان نازل أجازة من فرنسا يغير جوه وبيطلب منه فرانك يسيب البيت بسرعة ويخرج عشان الشرطة في طريقها للبيت لكن قبل ما يهرب تاركوني الشرطة بتيجي وبتقبض عليه لانهم ما يعرفوش انه زابط وفي نفس اليوم بيرجع فرانك لعيادة الدكتور اللي انفجرت عشان يعرف قصة الحقنة اللي كان عاوزين يدوها الجاك وبيتسحب وبيطلع من ورا الشرطة وبيوصل فعلا للحقنة لكن فجأة بيدخل عليه اتنين من الشرطة وبيصاوبوا نحيط السلاح ولما بيتحرك فرانك بيضربوا على نار وساعتها الرصاصة بتيجي في الحقنة وبتتكسر قبل ما يعرف فرانك نوع المادة اللي جواها وبيتعصف فرانك وبيضربهم برجله وبيوقعهم على الارض وبيكسر دريع الشخص اللي ضرب عليه نار وكسر الحقنة وبياخد حقنة تانية فاضية من العيادة وبيهرب بسرعة قبل ما قوات الشرطة تمسكه وبعدها بيتصل بتاركوني وبيكون موجود في مركز الشرطة لحد ما الزباط يتأكدوا من السفارة انه زابط وبيطلب منه فرانك يتسحب ويستخدم كمبيوتر هناك وبيديله بيانات واحد من اللي خطفه جاك عشان يعرف له اسمه وساعتها تاركوني بينفس كلامه وبيعرف ان اسم الشخص ده فولا وانه علم احياء روسي وبيديله عنوانه وفي نفس اليوم بينشوف فرانك عند فولا في البيت وبيهجم عليه ولما بيشوفه فولا بيهرب منه وهو بيحاول يضرب نار على فرانك لكن فرانك بيطرده وبيفضل يجري وراه لحد ما بيدخل فولا باس على الطريق وبيلحقه فرانك وبيدخل وراه وبيقفل الابواب وبيهجم عليه وبيسأله على الحقنة لكن فولا بيرفض يجاوب فبيحقنه فرانك بالحقنة اللي معاه وبنعرف انه حط في الحقنة مية علشان يخدعه وبيسيبه يهرب عشان يمشي وراه ويعرف سر الحقنة وفي نفس الوقت بيكون جيف مجهز الفلوس اللي جون طلبها منه ورايح المكان اللي اتفقوا عليه وبيسيب الشنطة هناك وبيمشي والشرطة بتكون مرقبة المكان وبيلاحظوا انه محدش جي اخد الشنطة وبعدها الشرطة بتقدر تحدد مكان جاك وبيروحوا كلهم لهناك وبيلاحظوا وجود شاحنة مقفولة وبيشكوا ان جاك جواها وبيخافوا تكون جواها قم بلا لكن بودري ام جاك بتجري وبتفتحها هي وبتلاقي فعلا جاك جواها وبياخدوه بيروحوا البيت بس مايعرفوش ان جون واللولا مرقبين كل اللي بيحصل وقصدين انهم يلاقوا جاك وفي الوقت ده بيكون فرانك متابع فويلة لحد ما بيروح لمكان غريب مليان ناس محططين على اجهزة انعاش وبيتعمل عليهم تجارب وفجأة في واحد بيهجم عليه وبيضربه فبيدفع فرانك عن نفسه وبيضربه بعنف رغم قوته لحد ما بيقدر يتخلص منه وبيطلع لفويلة وبيسمعه وهو بيتكلم مع الدكتور وبيطلب منه المصل لانه اتحقن بالفيروس وساعتها بيدخل فرانك وبيعرف فويلة انه حقنه بمية وكان بيدحك عليه عشان يوصله للدكتور وساعتها فويلة بيتدايق منه وبيحاول يقتله بالمسدس لكن فرانك بيهجم عليه وبيضربه وبيسأله عن نوع المادة اللي في الحقنة ولما بيرفض يقوله بيطعنوا بالسكينة في رجله وبيهددوا بالقتل فبيعرفوا الدكتور ان الحقنة فيها فيروس بتركبة معاقدة وبينتشر بسرعة والنجاك دلوقتي مصاب واي حد بيتنفس جنبه وبيتصاب معاه وكلهم هيموتوا في وقت قريب فبيطلب منه فرانك إزاستين المصل اللي معاه لكن الدكتور بيرميها من الشباك وفرانك بيطير وراهم بسرعة بس بيلاقي واحدة منهم اتكسرت والتانية واقع على الارض وبتجري في التجاه شاحنة كبيرة وبيقدر يلحقها بسرعة قبل ما تتكسر وبياخدها وبيروح بيها البيت جاك وبيقابل بودري وبيحكي لها كل حاجة وبيعرفها انها وجيف دلوقتي مصابين ولازم تمنع جيف من المؤتمر اللي عنده عشان ما يعديش ناس اكتر لكن جيف بيكون مشي خلاص وما بتلحقوش وبعدها بيحقن جاك بالمصل وبيفاهمها انه هيروح يجيب مصل تاني ليهم عشان يلحقهم وساعتها بيهجم عليه اتنين من الشرطة وبيحاولوا يضربوه لكن فرانك بيضربهم وبيربطهم في الكلبشات وبيعرف بسرعة وفي نفس الوقت بيكون جيف في اجتماع في كل الشخصيات السياسية الكبيرة اللي موجودة في البلد وعدد كبير من افراد الشرطة ومكافحة المخدرات وجيف ساعتها بيكون حسس باعرات تعب غريبة لكن بيقاوم وبيحضر الاجتماع وفي الوقت ده فرانك بيكلم تاركوني وبيطلب منه معلومات عن جون رئيس العصابة وبيعرفه تاركوني انه مجرم خطير وبيخدم عصابات كبيرة برا وجوه امريكا وبيديله عنوانه وفي الوقت ده بيكون جون بينقل كل المصل اللي موجود مع الدكتور لجسمه هو لان دي اقمن طريقة ينقلوا بيها وساعتها بيجم فرانك على بيته وبيكسر باب البيت بالعربية وبيشوفه جون في كاميرات المرأبة وبيقموا الرجالته يقتلوه فبيهجموا عليه وبيضربوا نار على العربية اللي راكبها وبعدها بيروح يشوفوه مات ولا لسه لكن بيلقوا هرب من العربية ونزل للجراج عن طريق مخرج في الارض فبينزلوا بسرعة للجراج وبيهجموا عليه كلهم بآلات حدة وبيحاولوا يقتلوه وساعتها بيهجمهم فرانك وبيتدور بينهم معركة شريسة وبيسحب عصايا حديد وبيحاربهم بيها لحد ما بيضربهم كلهم وبيحطوهم في حاوية زبالة وبيقفل عليهم وبعدها بيدخل للبيت عن طريق سلم الحراي وبيقابلوا رجالة تانية معهم سلاح وساعتها بيسحب فرانك خرطوم المية وبيضربهم بيه كلهم وبعدها بيدخل للبيت وبيقابل جون وبيصاوه بالسلاح نحيته وبيسأله على المصل وساعتها جون بيعرفوا ان المصل كله في جسمه ومش هيقدر يقتله لانه محتاجه وبيعرفوا جون ان الخطة كلها من عصابة كبيرة في كولومبيا بتجر في الكوكايين ودفعوا له فلوس كتير عشان يخترع فيروس يقتل بيه كل قادة الجيش والزباط اللي بيكفحوا المخدرات والحل الوحيد كان جيف لانه الرابط الوحيد اللي هيجمع القادة بالمؤتمر اللي كان هيحضره وخطف جاك علشان يحقنوا بالفيروس وينقلوا الجيف وبعدها جيف ينقلوا لرجال الشرطة وبكده يكون نفذ الخطة وساعتها بتنزل لولا بالأسلحة بتاعتها وجون بيطلب منها تقتل فرانك وبيسيبهم ويمشي عشان يلحق طيارته فبيهجم عليها فرانك وبيمسك دراعها وبيضرب بالمسدس وبيخلص الطلق اللي فيه لكن هي بتمسك في حبله وبتضربه برجليها وبتحاول توقعه وفرانك بيضربها بعنف وبتقع على حطة مليانة سيوف وبتموت وبعدها بيخرج فرانك بسرعة عشان يلحق جون بس بيكون ركب الطيارة ومشي فبياخد فرانك عربية من الجراج وبيجري بأقصى سرعته في نفس اتجاه الطيارة وبيفضل يطردها لحد ما بينزل جون من الطيارة وبيركب واحدة ثانية وقبل ما يطر بيها بيقرف فرانك منها وبيمسك بسرعة في العجل بتاعها وبيدخل فرانك للطيارة وبيهجم علي جون وبيضربه بعنف وساعتها بياخد جون سلاحه وبيحاول يقتله بيه لكن فرانك بيتحرك بسرعة وبيتفادى الرصاصة وبتيجي الرصاصة في الطيار وبيفضلوا الاتنين يهجموا على بعض لحد ما الطيارة بتقع في البحر وساعتها بيحاول جون يخنق فرانك لكن فرانك بيضربه لكما قوية في ظهره وبيلبسه جاكت الانقاذ وبيخرجه غصبا عنه من البحر لانه محتاجه بسبب المصل اللي في جسمه وساعتها فرق الانقاذ بتحوتهم في كل مكان وتاني يوم بنشوف فرانك في المستشفى وبيروح يطمن على جاف وعيلته بعد ما خدوا المصل وبقوا كويسين وبيرجع لحياته الطبيعية وبيستقبل مهمات جديدة للنقل وبعد سنتين بنشوف سفينة كبيرة وصلة على حدود مارسيليا فيها بضايع وبيدخل اتنين من أمن المين عشان يكشفوا على البضايع وبيشموا ريحة وحشة وأول ما بيوصلوا للدور اللي تحت من السفينة بيلقوا مالينبرة ملك كبيرة ولما بيفتحوا واحد فيهم بيلقوا في مادة بتغلي وفجأة بيغم عليهم وبعدها بيدخل أفراد الأمن اللي على السفينة وبيلقوهم واعين على الأرض ووشوهم محروق فبياخدوهم وبيرموهم في البحر وفي نفس الوقت بيكون فرانك مع تاركوني في مركب وبيصطدوا سمك مع بعض وفجأة تاركوني بيجيلوا بلاغ إن في واحد سائق عربية بسرعة عالية جدا لدرجة إنه كسر كمين على الحدود وهرب وبيقرر يروح الاسم علشان يحقق في القضية وبعدها بنشوف وزير البيئة في مكتبه وبيتفاجئ إن بيجيلوا ظرف فيه تليفون صغير وساعتها بيجيلوا مكالمة من واحد بيطلب منه يفتح الظرف ويشوف الورق اللي فيه وبعدها يتكلمه ولما بيفتح الظرف بيلاقي فيه صورة لبنته ومعها ورق اتفاقية لدخول السفينة المرسلية وبالليل بيكون فرانك في بيته وساعتها بتدخل عليه عربية جوه البيت وبتكسر الحيطة فبيتصدم وبيشوف مين السواء وبيلاقي صاحبه مالكوم وبيفتكر لما جات له عصابة تطلب منه شغله هو رفضه ورشح لهم مالكوم وساعتها حاولوا يهجموا عليه ويضربوه عشان يخلوا يوافق لكن ضربهم وضرد بينهم معركة شرسة ويدر ينتصر عليهم وينفس كلامه ويرفض المهمة وبيرجع فرانك للحاضر وبيلاقي مالكوم مصاب فبيتصل بالاسعاف وبيحاول يطلعوا من العربية لكن مالكوم بيرفض وبيطلب منه يعالجه وهو في العربية وبعدها الاسعاف بتيجي وبتاخد مالكوم وبتمشي وبيرجع فرانك للعربية عشان يفتشها وساعتها بيكتشف انه فيه بنت في العربية ولما بيحاول يخرجها بترفض هي كمان وبتعرفوا انهم لابسين السورة في ايديهم مربوطة بقنبلة في العربية ولما بيبعدوا عنها بمسافة كبيرة القنبلة بتنفجر فيهم وساعتها بيفان فرانك ليه مالكوم مكان شراضي يطلع وبيجري بسرعة ورا الاسعاف عشان يلحقهم لكن القنبلة بتنفجر وعربية الاسعاف بتتدمر بكل اللي فيها وبيرجع فرانك للبيت تاني وفجأة بيغمى عليه وتاني يوم بيفوق بيلاقي نفسه في مكان فاضي وفي ايده اسورة زي اللي كانت في ايد البنت وبعدها بيدخل عليه جونسون زعيم العصابة وبيطلب منه يقبل المهمة اللي رفضها قبل كده وكانت السبب في موت مالكوم اللي رشحه والمهمة انه ينقل البنت وشنطة في العربية المكان معين ولما بيرفض فرانك بيصوب جونسون السلاح نحيته وبيهدده بالقتل فبيوافق فرانك وبيعرفه جونسون ان الاسورة اللي في ايده فيها ثلاث ألوان ولما بيبعد ميت متر عن العربية هتتحول الاسورة لللون الأحمر وتنفجر فيه وبعدها بياخد فرانك البنت وبيتحرك في طريقه للسفينة وايه المطلوب منه بالزبط فبيعرفوا انها مواد كيميائية بيحتاجوها في الصناعة وان السفن اللي هتدخل للبلد حوالي تمانية وساعتها بيطلب الوزير موهل 24 ساعة على ما يراجع الورق ويقرر وبعدها بيخرج فرانك عن الطريق اللي متحددله وبيروح لواحد صاحبه عالم وبيسأله على الاسورة اللي في ايده وبيعرفوا صاحبه انها معقدة ومش سألة تتفك خصوصا انها مربوطة بجهاز بس في العربية وساعتها بيهجم عليه رجالة تبع جونسون وبيطلبوا منه ويرجع في طريقه بس فرانك بيرفض فبيجموا عليه وبيحوطوا بعصيان حديد وبيتدور بينهم معركة شارسة وبيضربهم فرانك بعنف وبيلع جاكة بدلته وبيلفوا حواليهم وبيخنقهم بيه وكمان قميس بدلته وبيلفوا وبيمسك به العصيان الحديد وبيوقعها على الارض وبيضربهم بحزام الجلد لحد ما بيوقعهم كلهم على الارض وساعتها بيظهر واحد تاني ضخم وبيحذف فرانك على الحيطة ولما بيحاول فرانك يضربه بيكتشف انه قوي جدا وما بيتأثرش بضربه لكن فرانك بيسحبه المكان على الارض تحته قابه وبيوقعه فيه وبيفضل يضربه بلاكمات عنيفة وبيضربه بمجرفة لحد ما بيغم عليه وبعدها بيتحرك فرانك بالعربية وبيتسل بجونسون وبيطلب منه تفسيرات لكل اللي بيحصل وإلا هياخد البنت ويمشي فبيبلغوا جونسون انه لما يوصل بودابست هيتسل بيه ويحكيله كل حاجة ولما بيوصل فرانك البودابست بيوقف في الشارع زحمة وبيلاقي فيه تلفون في الشارع بيرن فبينزل يرد عليه وبيلاقيه جونسون وبيعرفه انه طرده من المهمة وساعتها فيه حد تاني بيركب العربية مكانه وبياخد البنت وبيجري وبيتسدم فرانك وبيجري وراه بسرعة وبياخد عجلة من الطريق وبيفضل يطرده لحد ما بيوصل لمصنع وبيقدر يوصله ويكسر الإزاز وبيرمي السواق وبيركب مكانه وياخد العربية ويمشي وبعدها هم على الطريق بيطردهم عربية وبتيجري وراهم عشان تاخد البنت وبيبدأوا يضيقوا على فرانك الطريق لحد ما بيتزنق بين عربيتين وبيعد بينهم على العجلتين بس وبيتسل فرانك بجونسون وبيسألوا عن العربية دي وبيفاهموا جونسون إنه ما يعرفش عنها حاجة وبيطلب منه يستمر في هروبه منها لحد ما يتصرف وساعتها بيبدأوا يضربوا على فرانك نار وبيهرب منهم بأقصى سرعته لحد ما بيقفل عليهم الطريق على جبل وما بيقدروش يسيطروا على العربية وبيقعوا من فوق الجبل وبعدها بيعرف جونسون إن العربية اللي بطارت فرانك تبع الوزير فبيكلموا وبيهددوا إنه لو ادخل تاني هيقتل بنته وفي الوقت دا البنت بتحكي لفرانك حكايتها كلها وبتعرفوا إن اسمها فلانتينا وإنها بنت وزير البيئة وتخطفت قبل ما تقبله بيوم من غير ما تعرف السبب وتفاجأت إن واحد اسمه مالكولم قال لها إنه مجرد سواء هينقلها المكان معين وخلاص لكن وهي معاه اتضرب عليهم نار وهو مات وهي لحد دلوقتي مش فهمت خطفت ليه وتاني يوم بيوصلوا للمكان اللي جونسون متفق مع فرانك عليه وجونسون ورجالته بيكونوا محوطين المكان وبيستلموا فالانتينا من فرانك وبيفكوا الاسورة بتاعتها وبيهاجموا فرانك وبيصاوبوا بالأسلحة ناحيته عشان يقتلوا لكن ساعتها فرانك بينطب العربية للبحر وقبل ما ينزل للبحر بيتسل بتاركوني يعرفوا مكانه وبعدها بيطلع فرانك شنطة كبيرة من شنطة العربية وبيفضي هوا الكاوتشات فيها وبيتنفس منها وبعد عشر دقايق بتوصل الشرطة للمكان وقبل ما ينزلوا فرقة بحث للبحر بيلقوا فرانك قاعد فوق العربية وجرار سحبه بره الميت وفي الوقت ده بيكون جونسون وفالانتينا وباقي العصابة ركبين قطر عشان الشرطة ما تقدرش توصلهم لحد ما المهلة اللي ميدينها للوزير تخلص عشان يمضي على الأوراق وبعدها فرانك بيقدر يحدد مكانهم عن طريق تتبع موبايل جونسون وبيطردهم بعربيته وبيفضل ماشي جنب القطر لحد ما بيقطع الطريق وبينط فيه الأطر بالعربية وبيوقفها وبينزل جوها الأطر وساعتها العصابة كلها بيضربوا على النار وبيستخبى فرانك تحت كرسي بسرعة وبيحدف على واحد منهم شنطة وبياخد منه السلاح بتاعه وبيضرب ببقى العصابة لحد ما بيقتلهم كلهم وبيجري وراء جونسون لأنه خد فالانتينا وهرب لكنه هو بيطرد وبيلاقي الأسورة لونها بقى أحمر بالسبب أنه بعيد عن العربية وعرف أنه لو تحرك أبعد من كده هينفجر وساعتها بيطلع بسرعة فوق الأطر علشان يحرك العربية وفي الوقت ده بيفصل جونسون أجزاء الأطر عن بعض عشان فرانك ما يلحقوش لكن فرانك بيدخل بعربيته جوه عربية الأطر اللي فيها جونسون وبينزل يهجم عليه ويضربه فبيسحب جونسون سكينة من رجله وبيحاول يطعن فرانك بيها وفرانك بيدربه برجله وبيوقعه وبعدها بيربطه في العربية وبياخد منه المفتاح وبيفك الإسورة وبيلبسها الجونسون وبيزق العربية علشان طعبه بس بيقدر جونسون يفك نفسه في آخر لحظة والعربية بتطعب من الأطر لكن جونسون بيكون لابس الإسورة وبسبب أن الأطر بيبعد عن العربية الإسورة اللي في إيد ولونها بيتقلب أحمر والقوم بلا بتنفجر في جوه الأطر وقتها بيستخبى فرانك بسرعة تحت الكراسي وبعد ما بيخلص الانفجار بيتطمن على فالنتينا وبيلاقيها كويسة وفي نفس اليوم بتتصل الشرطة بالوزير وبيبلغوا إن بنته بخير وساعتها بيقطع ورق الاتفاقية بعد مطمضة وبعدها بنشوف فرانك وتاركوني في مركب في البحر بيصطادوا ومعهم فالنتينا بعد مرتبة تتهية وفرانك وعايشين حياتهم مع بعض في سلام بيبدأ الفيلم مع زعيم عصابة وهو رجع من السفر في الطيارة الخاصة بتاعته وبيركب العربية مع الحراس بتوعه وبيمشوا في طريقهم للبيت ولما بيوصل بيته بيحط الساعة بتاعته في القوضة وبيستعد علشان ينزل حمام السباحة ولما بيعوم في المية بيشوف الساعة بتاعته على الأرض في حمام السباحة وبيستغرب وبيغتص علشان يجبها وفجأة بيهجم عليه شخص كم موجود تحت المية وبيخنقه وبيغرقه في المية لحد ما بيموت وبيلاحظ الحارس إن الزعيم مش بيتحرك وساعتها القاتل بيحرك جسمه علشان الحارس ما ياخدش باله إنه مات وبعدها بيخرج من حمام السباحة وبيقلع بدلة الغطس وبيستعد علشان يهرب وفي الوقت ده الحراس بيكتشفه إن الزعيم مات وبتحصل فوضى في البيت كله وبيستغل القاتل إن الحراس والخدم مشغولين وبيدخل للمطبخ وهو لابس ما لابس طباخ وبيقدر يخرج من البيت من غير ما حد يشوفه وبيروح عند الجسر وبينط في البحر وبيمسك في مركب وبيهرب بعد ما قدر ينفذ مهمته بكل احترافية وبعدها بيركب عربيته وبيوصل عند مركب وبيمشي به في البحر لحد ما بيوصل عند بيته وبيحرق كل الورق والمعلومات اللي لها علاقة بالعملية علشان ما يسيبش أي أثر وراه وبنعرف إن ده القاتل المأجور أرثر بيشوب واللي بيقدر ينفذ عمليات قتل بطريقة محترفة من غير ما يسيب أي دليل وراه وبيقدر يقتل أشخاص بطريقة بان كإنها حدثة أو يقتل شخص ويخلي الناس تشك في شخص معين إنه هو اللي قتله المهم إن الموضوع دايماً بيبان وكأن ما فيش قاتل مأجور ليعلاقة بعملية الأكل وتاني يوم بيخرج أرثر من البيت وبيركب المركب وبيروح لمطعم وبيقابل صديقه هاري وبيتكلم معه وبيعرفه إنه نجح في تنفيذ المهمة وبيقول له هاري إن ما فيش حد أفضل منه وعلشان كده بيكلفه بالعمليات الصعبة وبيفهمه كمان إنه بيقاتل وكأنه قالت حرب وبيسأله أرثر عن ابنه ستيف وبيعرفه إنه جاب له وظيفة في شركة أمن لكن اضطرد منها بسبب إنه ضرب شخصي وكان هيموته وبيكون هاري حاسس بخيبة أمل ناحية ابنه دايماً وبيأخد أرثر منه فلوس العملية لينفذها وبيرجع للبيت وتاني يوم بتديله مهمة جديدة وبيكون مطلوب منه يقتل هاري وبيتردد إنه ينفذ المهمة لإنه صديقه وكمان زميله في الشغل وبيتصل بالناس اللي بيطلبوا منه تنفيذ العمليات وبيقول لهم إنه أكيد في حاجة غلط في المعلومات لكن بيأكدوله إنها صح وبيطلب إنه يقابل الرئيس المسؤول عن المهمات وبيوافق الرئيس دين إنه يقابله وبيبعث له طيارة خاصة علشان توصلوا ليه وبيوصل أرثر للمكان اللي هيتقابله فيه وبيقابل الحارس الشخصي بتاع الرئيس وبيتكلم مع الرئيس وبيسأله هم ليه عايزين يقتلوا هاري وبيعرفوا الرئيس إنهم من فترة بعتوا خمس عملاء علشان ينفزوا عملية مهمة وصعبة لكن الهدف يرب منهم والخمسة تقتلوا وده معناه إنه في جاسوس بينهم وبيقولوا إنه تفاصيل أي مهمة محدش بيعرفها غير شخصين بس والعملية دي محدش كان يعرفها غير هو وهاري وكمان عرفوا إن حساب هاري اتحول عليه فلوس كتير وبيفهموا إنه هاري كبر في السن وبقى ضعيف وعنده ديون كتير ومشاكل عائلية وكمان بيواجه مشاكل ابنه وبيقولوا إنه كان مخلص ليه طول السنين اللي اشتغل معهم فيها لكن هو سبب لهم مشكلة كبيرة وعلشان كده لازم يتخلصوا منه وبيعرفوا إنه مقدر العلاقة اللي بينه وبين هاري لكن هو بيعرضهم للخطر وبيقولوا إنه أفضل شخص ينفز العملية دي اللي إنه قريب منه وبيعرفوا إنه قدامه يومين ينفز فيهم العملية وإلا هيشوفه حد تاني غيره وبيرجع أرثر للبيت وبيعود يفكر في اللي مفروض يعمله وبيكون محتار ومش عارف يقرر وفي نفس الوقت ده كان هاري في شغله وبيتصل أرثر بيه وبيحذروا منهم وبيعرفوا إنهم نويين يقتلوا وبيقولوا يخرج من المبنى وبيأخذ هاري مسدس ومقصه وبيخرج من المكتب وبيستخدم المقص وبيفصل الكهرباء عن الدور اللي هو فيه وساعتها كاميرات المرأبة بتتعطل وبيساعدوا أرثر وبيقولوا على الطريق اللي يهرب منه لحد ما بيوصل عند جراج العربيات وبيلاقي عربيته متكسرة وفجأة بيظهر أرثر وبيكتشف إنه خلاي عطى الكاميرات المرأبة بنفسه علشان محدش يشوفه وهو خارج من المبنى وكمان دمر العربية بتاعته علشان لما يقتله تباني إنها حدسة سرقة وإن كان في حد بيحاول يسرقه وآتله وبيطلع هاري مسدسه وبيضرب نار على عربيته علشان يثبت أكتر إنها عملية سرقة وبيدي المسدس لأرثر علشان يقتله به ولما أرثر بيسأله هو ليه ما قتلهوش بيقوله إنهم هيبعته ناس غيره وهو بيفضل إنه هو اللي يقتله وبيصوب أرثر المسدس نحيته وبيقتله وبعدها بيحس بالحزن لإنه اضطر يقتل صديقه بنفسه وبيروح ستيف عند أبر أبوه هاري وبيودعه وبيكون ستيف شخص مهمل ومش بيهتم بحاجة وكمان مود من مخدرات وبيروح أرثر يتكلم معاه وبيوسيف موت أبوه وبيطلب ستيف منه ويوصله لبيت أبوه وفي الطريق بيتكلم معاه وبيعرفه إن أبوه كان بيحكيله عنه كتير وكان عايز يتصلح معاه وبيرد ستيف عليه وبيقوله إنه كان يقدر يتصل به في أي وقت وبيوصله عند بيت هاري وبيشوفه صوره لما كان زابط في الجيش وبيدي ستيف صورة أبوه لأرثر علشان يحتفظ بها معاه وبيقوله إن حسابات أبوه في البنك فاضية وكمان البنك هيحجز على البيت ومش هيتبقى ليه حاجة وبيعرفه إنه عايز ينتقم من سرق العربيات اللي قاتل أبوه وبيسأله إزاي فيه شخص ممكن يقتل راجل عجوز قاعد على كرسي متحرك وبيحس أرثر بالزنب ومش بيعرف يرد عليه وبعد ما بيمشي أرثر بيقضي ستيف اليوم لوحده وبيشرب كحله ومخدرات وبيكون حاسس بالغضب والحزن وبيعمل تصرفات غريبة وبالليل بيركب عربيته وبيروح يقف في الشارع وبييجي شخص يتكلم معه ويسأله لو كان عايز مساعدة وبيكون ده سارق عربيات وبيهدده بالمسدس وبيحاول يسرق منه العربية وبينزل ستيف من العربية وبيهجم عليه وبيضربه وبيكون فاكر إنه هو ده الشخص اللي قتل أبوه وبيفضل يضربه بكل عنف وبيكون لسه هيقتله بالمسدس لكن بييجي أرثر وبيمنعه وبياخد منه المسدس وبيهدد سارق العربيات وبيقوله لو حد سأله عن اللي حصل يقوله إنه وقع وبيتكلم مع ستيف وبيعرفه إنه ماينفعش يقتل حد وهو عنده دافع لإنه كده بيحط نفسه في موضع استهداف وبيقوله يركب عربيته ويمشي وتاني يوم بيروح أرثر يشتري طلبات من المحل وبيقابله ستيف وبيطلب منه يعلمه الحاجات اللي هو عرفها وبيسأله أرثر هو قصده إيه فبيقوله إنه عارف إنه قاتل وإن أبوه كمان كان قاتل وكان هو المعلم بتاعه وهو لازم يساعده ويعلمه لكن أرثر بيرفضه بيقوله يروح البيت وبيركب أرثر عربيته وبيروح عند البحر وبيشوف المركب اللي عجبه وبيقوله الحارس إنه لسه معروض للبيع وبينصحه يمشي وراء قلبه ويعمل الحاجة اللي نفسه يعملها وبعدها بيروح للبيت وبيشوف صورة هاري وبيكون حسس بالندم والحزن وبيقرر إنه يساعد ستيف ويعلمه القتل زي ما طلب منه وتاني يوم بيتصل به وبيطلب منه يقابله في مكان معين وبيروح ستيف يقابله في ملجأ حيوانات وبيسأله عن سبب وجودهم في المكان ده وبيعرفوا إنهم موجودين هنا علشان يتبنوا كلب صغير وبيتكلم معاه وبيشرح له إن الميكانيكي هو قاتل مأجور بينفز عمليات وعنده أهداف معينة وبيقوله ستيف إنه يقدر يعمل كده ويبقى زيه لكن أرثر بيفاهمه إنه ما يعرفش حاجة وبيسأله ستيف لو كان يعرف عنه حاجة وبيتفاجئ لما بيلاقيه عرف اسمه وما كان ولدته وإنه أمه ماتت لما كان طفل وإنه فاس بمنحة لكن اتسحبت منه بسبب قضية حياسة المخدرات وكمان كان عنده أربع قضايا بسبب التهديد والاعتداء ورجله اتكسرت في قتال في الشارع وهو ما قالش الحد وبيعرفوا إن الشغل اللي بيعمله محتاج حالة عقلية معينة وبيقوله إن الانتقام ممكن يتسبب في قتله وبينصحوا إنه ما يعملش أي حركات غلط زي ما عمل مع صارق العربيات قبل كده وبيقوله ياخد الكلب ويهتم بيه ويروح لمطعم معين وياخد الكلب معاه كل يوم ويعمله كويس وبيبدأ أرثر يعلم ستيف مهارات التصويب بالأسلحة ومستوى بيتطور بسرعة وبيديله كتاب علشان يتعلم مهارات القتل وبيقوله إن شركات التأمين عارفة كل الطرق اللي الناس بتموت بيها وبيحجز البنك على بيت أبو ستيف وبيضطر يروح يعيش مع أرثر في بيته وبيشوف العربية بتاعته وبيعرف إن بقاله سنتين بيحاول يصلحها وفي يوم بيروح أرثر لبيت شخص وبياخد ستيف معاه وبيتكلم مع الشخص ده وبيفاهمه إنه عايزه ينفذ عملية وبيخدعه وبيهجم عليه وبيخنقه من رقابته لحد ما بيموت وبيخلي طريقة موته تبنى على إنها حدثة انتحار وبيتكلم مع ستيف وبيقوله إنه كان عايزه يشوف عملية القتل بنفسه ولما بيروحه البيت أرثر بيوري ستيف المعلومات وبيديله ملف فيه معلومات عن أول مهمة ينفذها وبيقوله إن الهدف بتاعه اسمه بورك وإنه قاتل مأجور ومتعود يقعد في المطعم كل يوم الصبح وبيحب الكلاب الصغيرة وكمان بيهتم بالشباب وعلشان كده هو أكيد خد باله منه ومن الكلب اللي معاه لما كان بيروح للمطعم الفترة اللي فاتت وبيروح بورك يتعرف على ستيف وبيعود يتكلم معاه ولما بيسأله عن مكان سكنه وبيفاهمه ستيف إنه ما عندهش مكان يسكن فيه وإنه بيتنقل من مكان لمكان وبيحس بورك إنه شاب وحيد ومنعزل عن العالم وبيبقوا أصدقاء وبيدي أرثر مخدر لستيف علشان يحقن بورك بيه وقال بيقف ويموت وبالليل بيروح ستيف مع بورك للحانة وبيصهروا مع بعض وبيكون معاه الجرعة اللي يحقنوا بيها لكن بيفتكر أرثر وقت ما قتل الشخص وخنقوا بقديه وبيكون عايز يعمل زيه وبيقرر ما يقتلش بورك دلوقتي وبيعرض بورك عليه إنه يروح معاه للبيت وبيوافق ستيف رغم إن أرثر حذره منه وقاله إن بورك شخص ضخم وطوله حوالي مترين ووزنه حوالي 130 كيلو ومش هيقدر يتحداه لإنه قاتل وبيوصلوا هما الاتنين للبيت وبيتفرج ستيف على البيت وبيتكلم مع بورك وبيقرب منه وبيخنقوا من رقابته وبيحاول يقتله لكن بورك أقوى منه وبيوقعوا على الأرض وبيبدأ قتال عنيف بينهم وبيضرب بورك ستيف بكل وحشية وبيش بيقدر يتغلب عليه بسبب إنه أقوى وأطخم منه وبيمسك ستيف مفكه وبيطعنوا بيه في بطنه وبيضربوا بورك رقلة قوية وبيوقعوا على الأرض وبيقدر ستيف يمسك حديدة وبيضربوا وبيفضل يطعنوا بيها لحد ما بيموت ولما بيرجع للبيت بيتكلم أرثر معه بيفكروا إنه قالوا يخلي المهمة سهلة ويقتله بالمخدر لكن ستيف بيكون فرحان لإنه قدر ينفذ أول عملية قتل لي وبعدها بيروح أرثر يستلم صندوق ولما بيفتحه بيلاقي فيه فلوس العملية اللي تنفذت وكمان بيلاقي تليفون وبيكلموا الرئيس دين وبيقوله إنه خلى شخص تاني هو اللي ينفذ المهمة وهو كده مالتزمش بالاتفاق اللي بينهم وبيرد أرثر عليه وبيعرفه إنه اتفق مع هاري مش معاه وبيسأله دين لو كان ستيف يعرف إنه هو اللي قتل أبوه وبيتكلم معاه عن المهمة الجديدة وبيقوله ينفذها في أسرع وقت وبيعرفه كمان إنه هيكون تحت المرأبة في العملية دي وبيبدأ أرثر وستيف يخططه للعملية الجديدة وبتكون المهمة هي قتل زعيم طائفة دينية اسمه أندرو فون وبيعرفه إنه قدر يجمع فلوس كتير جدا من محاضراته والبرامج اللي بيصورها في التلفزيون وبيتفقوا إنهم هيحقنوا بجرعة أدرينالين ولما الإسعاف توصل أول حاجة هيعملوها إنهم هيحقنوا بدواء ابن فرين والمادة دي لما بتختلط مع الأدرينالين بتتحول للسم وساعتها يموت وبيسفروا لمدينة شكاجو علشان ينفذوا المهمة وبيعرفوا إن كان فيه بنت بتشتغل مع فون وتقتلت والتشريح أثبت إنها تعرضت لعملية إجهاد وكان الطفل ده ابن فون وهو دفع ليها فلوس كتير علشان تسكت وبيدخلوا للفندق اللي هو موجود فيه وبيجهزوا المعدات وبيتسلقوا الحيطة وبيوصلوا للأوضة بتاعته وبيحطوا كاميرات مرأبة صغيرة وبيبدأوا يرأبوه وتاني هم بيطلعوا لسطح المبنى وبعدها بيدخلوا فتحات التهوية وبيدخلوا كاميرا صغيرة للأوضة علشان يشوفوا لو فيه حد تاني موجود مع فون في الأوضة وبيلقوا مع دكتور بيحقنوا بمادة الكيتامين وبيقول أرثر لستيف إن الكيتامين بيطل مفعول الأدرينالين وكده الحقنة اللي معاهم مش هيبقى لها أي تأثير وبيقرروا إنهم يخلصوا عليه بنفسهم وبيستنوا لما الدكتور والحارس يخرجوا من الأوضة وبعدها بيهجموا عليه وبيخنقوا لحد ما بيموت وبيرجعوا بسرعة لفتحة التهوية قبل ما الحراس يشوفوهم وبيدخل الحراس الأوضة وبيكتشفوا إن فون مات وفجأة بتقع حاجة من المعدات اللي مع أرثر وستيف وبيروح الحارس علشان يفتش في المكان وبيكونها يشوفهم وساعتها بيضربوا عليه نار وبيقتلوا وبيكتشف الحراس وجودهم وبيضربوا عليهم نار وبيحاول ستيف يهرب من فتحة التهوية وبيهجموا الحراس على أرثر لكن بيقدر يضربهم وبيتغلب عليهم وبينط من الشباك لخارج الأوضة وبيحاول يهرب منهم وفي نفس الوقت ده بيهجم واحد من الحراس على ستيف لكن بيقدر يقتلوا وبيوصل حراس تانين وبرضو بيقدر يخلص عليهم وبيضرب أرثر نار على واحد من الحراس وبيقتلوا وبيقدر يوقع حارس تاني من المبنى وبعدها بيربطوا نفسهم بالحبل وبينطوا من ارتفاع عالي والحراس بيضربوا عليهم نار وبيقدر يوصلوا عنده أوضة وبيدخلوا فيها وبعدها بيخرجوا من الفندق بسهولة وسط الزحمة ومحدش بيشوفهم ولما بيوصل أرثر للمطار بيشوف واحد اسمه سباستيان وبيكون ده الشخص اللي الرئيس دين قالوا عليه انه تقتل بسبب هاري وقت تنفيذ العملية وبيروح أرثر وراه وبيركب معاه نفس الأوتوبيس وبيتكلم معاه وبيسأله هو ازاي لسه عايش وبيكون عايز يعرف منه الحقيقة فبيعرفوا ان دين دفع له مبلغ كبير علشان يقتل باقي الفريق اللي كان معاه في المهمة وطلب منه يزور حقيقة موت ويختفي وبيفاهموا كمان ان هاري كان شكك فيهم بخصوص عملية كبيرة وكان قرب يكشفهم وعلشان كده كان لازم يخلصوا منه وبيقولوا انه مش متدايق لانه قتى الهاري لكن هو متدايق لان دين قدر يخدعه بسهولة وفجأة بيهجم عليه وبيبدأ قتال عنيف بينهم وبيحاول سباستيان يقتل أرثر وبيخنقه لكن أرثر بيدربه وبيدفع عن نفسه وبعدها بيرمي من الأوتوبيس وبتخبطه عربية ماشى في الشارع وبيموت وتاني يوم بيروح أرثر عند البحر ومش بيلاقي الحارس وبيطلع أرثر وبيوصل رجال الدين للمكان وبيدوروا على أرثر من المية وبيضرب واحد منهم وبياخد منه المسدس وبيضرب نار على البائين وبيقتلهم وبياخد تليفون واحد منهم وبيكلم دين وبيقوله ان ما فيش داعي يبعت رجالته وبيعرفوا انه هيروح له بنفسه وبيتصل بستيف وبيعرف انه مش لوحده وان رجال الدين حواليه وبيقوله ان فيه مسدس في الكنبة اللي قاعد عليها وبياخد ستيف المسدس وبيضرب عليهم نار وبيخلص عليهم وبيوصل أرثر لستيف وبيقوله يجاهز كل المعدات ويحطها في المركب وبيدور على معلومات عن الحرس الشخصي بتاع الرئيس دين وبيعرف مكانه وفي نفس الوقت ده بيكون ستيف بيجاهز الأسلحة بتاعة أرثر وبيشوف المسدس بتاع ابوه وبعدها بيركبه المركب وبيوصله عند مكان العربية وبيتكلم ستيف مع أرثر وبيسأله لو كان بيفكر في الأشخاص اللي قتلهم وبيقوله لأ وبيرجع يسأله لو كان قتل حد يعرفه وبيقوله أرثر إنه عمل كده وبيكون عارف إنه هو اللي قتل أبوه وبيوصله عند بيت الحرس الشخصي بتاع دين وبيضربه رصاصة في رجليه وبيهدده بعيلته وبيسأله أرثر عن مكان دين ولما بيرفد يتكلم بيهدده إنه هيحط إيد بنته في المفرمة لكن برضو مش بيتكلم وساعتها بيحط إيديها في المفرمة وبيخاف الحرس على بنته وبيعترف له على مكان دين ولما بتطلع البنت إيديها بتكون سليمة لإن أرثر حتى قطعة لحمة مكانها وبيتصل أرثر بدين وبيسأله عن المبلغ اللي خده مقابل قتل هاري وبيعرفوا دين إنهم خمسين مليون وبيعرض على إنه يحول عشرة مليون لحسابه وينسى الموضوع لكن أرثر بيرفد وبيستغرب دين إنه قاتل وعنده ضمير وبيقوله إن قتل هاري كان جزء من الشغل وبيهددوا أرثر إنه هينتقم منه وساعتها بيعرفوا إنه هيعرض مبلغ كبير للي يقدر يقتله وبيقوله كمان إنه مش هيقدر يوصله وبيعرفوا أرثر إنه بالفعل يقدر يوصله وبيكتشف دين إنه موجود في المبنى وبيقول للحراس يخرجوا بسرعة من المكان قبل ما يوصله وفي نفس الوقت ده أرثر وستيف بيستعدوا بيجهزوا الأسلحة وبيحطوا كاميرا صغيرة في الجاراج وبيروح استيف يسرق أوتوبيس وينزل منه الركاب ولما أرثر بيشوف دين والحراس بيقربوا عليه في كاميرا المرأبة بيتحرك بعربيته وبيخبط فيهم وبتبدأ معركة شريسة بينهم وبيضربوا نار على بعض وبيقدر أرثر يقتل عدد كبير من رجال الدين وبيخبط ستيف عربية الحراس بالأوتوبيس وبيقضي عليهم وبينط بسرعة قبل ما يتصب من الانفجار وبيركب أرثر عربية كبيرة وبيخبط بيها عربية دين وبيقدر يقلبها وبيلاقوا دين لسه عايش وبيضربوا عليه نار وبيخلصوا عليه وبعدها بيركبوا العربية وبيمشوا في طريقهم وبيتكلم أرثر مع ستيف وبيقولوا إنهم لازم يختفوا ويروح للمكان جديد لكن ستيف بيعرفوا إنه حبيب يكمل اللي بيعمله ومش عايز يبطل قتل وبيشوف أرثر مسدس هاري مع ستيف وبيعرف إنه هينتقم منه وبيوصلوا عند بنزينة وبينزل ستيف علشان يحط بنزين في العربية لكن بيخلي البنزين يقع على الأرض وبعدها بيضرب نار على العربية وبيفجرها وبيقتل أرثر علشان ينتقم منه المتابو وبعدها بيرجع لبيت أرثر وبيركب العربية بتاعته وبيلاقي فيها رسالة من أرثر بيقوله إنه لو كان بيقرى الرسالة دي دلوقتي يبقى هو في عداد الأموات وفجأة بتنفجر به العربية وبيموت وكمان بينفجر بيت أرثر وبنكتشف إن أرثر لسا عايش لإنه قدر يهرب من العربية قبل الانفجار وبعدها بيكمل طريقه علشان يبدأ حياة جديدة وبعد فترة بنشوف بيشوب وهو موجود على جزيرة سياحية في البرازيل وموجود على اليخت بتاعه وبيشرب قهوته وبعدها بيطلع من اليخت وبيفع القنبلة في اليخت وهو طالع علشان يقدر يتحكم فيها من التليفون بتاعه عن بعد لو حصل أي مشاكل وبعدها بيروح على مطعم متعود يقعد فيه وهناك بيكون مدير المطعم حجز له الطرابزة اللي متعود يقعد فيها وبيرحب به جدا وساعتها بتقعد معاه بنت أسوية ما يعرفهاش وبتقوله إن بقى لها فترة بتدور عليه وده علشان الرئيس بتاعها محتاجه في مهمة وهي إنه يقتل ثلاث أشخاص مهمين بطريقة تبين إنهم ماتوا عن طريق حدثة مش بفعل فاعل وعرفته إن ده تخصصه ومش هيبقى صعب عليه يعمل كده وإنه محترف في شغله ولو منفسش طلبها هتعرف الجهات اللي بيدوروا عليه إنه ما ماتش في حدثة زي ما الأخبار قالت وزي ما فابريك موته وبعد ما ينفذ المهمة الرئيس بتاعها هيسيبه يعيش في سلام ويكمل في الحياة اللي اختارها بعيد عن الناس ويدعي إنه ما يدبرحته وساعتها بيشوب بيبص حواليه وبيعرف إنها مش لوحدها في المكان وإن في رجالة كتير تبعها وبيطلع تليفونه بيصوروا الشهاب سرعة وقبل ما اتطلع مسدسها بيضربها بيشوب بعنف وبيقول لها تعرف رئيسها ما يتحداش الأموات وبيهجم عليه باية العصابة اللي في المكان وبيتدور بينهم معركة شارسة لكن بيقدر بيشوب يضرب عدد كبير منهم وبيفضل قتلهم بطريقة احترافية وبيلاحظ إن عددهم كبير جدا وبيقرر يهرب من المطعم بسرعة وبيجري نحية التليفريك المتحرك وبيطلع فوقه وبتروح براها العصابة والبنت الأسيوية وبيركبوا التليفريك وأول ما بيتحرك بتكسر الأسيوية الباب وبتحاول تطلع اللي بيشوب فوق التليفريك وساعتها بينط بيشوب على براشوت ركبة بنت وبيقدر يهرب منهم وفي الليل بيروح بيشوب لليخت بتاعه وبيشوف من بعيد أفراد العصابة وهم على اليخت ومستنيينه وساعتها بيطلع تليفونه وبيموت أفراد العصابة اللي عليه وبعدها بيروح بيشوب لما كان مخب في حاجاته المهمة وبيطلع صندوق فيه فلوس كتير وبصبرات وتليفونات بأرقام مختلفة لأن الحاجات دي اللي بتساعده يغير هويته في الأماكن اللي بيروحها وبياخد اللي محتاجه في شنطة وبيحرق بقية الحاجة علشان محدش يوصله عن طريقها وبعدها بيسافر على جزيرة تانية وهناك بيقابل صديقة ليه اسمها ماي ودي بتكون صاحبة فندق على الجزيرة وبتوديه للأوضة اللي متعود يقعد فيها وبتسيبه يرتاح وبتمشي وأول ما بتمشي بيطلع بيشوب من مكان سري عمله في أرضية الأوضة شنطة فيها الأغراض بتاعته السرية وبيبحث على اللاب عن البنت الأسيوية وبيعرف إنها بتشتغل مع شخص خطير اسمه كرين وفي اليوم التاني بنشوف بنت اسمها جينا لسه وصلة على الجزيرة وبتطلب من ماي اسعفات أولية وبتلاحظ ماي كدمت كتير على جسمها وبتعرض عليها تساعدها لو محتاجة مساعدة تانية غير الإسعفات الأولية لكن جينا بتعرفها إن كل حاجة تمام وهي مش هتحتاج إلا الإسعفات الأولية اللي خدتها وبتسيبها وبتمشي وفي الليل بتشوف ماي من بعيد جينا وهي بتتخاني على اليخت مع واحد وبتروح بسرعة لبيشوب وبتعرفه اللي بيحصل وبتطلب منه يساعدها قبل ما الراجل ما يموتها ولما بيشوف بيشوب بالمنظار اللي بيحصل بيقول لماي إن احتمال تكون مشكلة عائلية بينهم ومجرد خناع عادية وملوش إنه يتدخل لكن بتقنعه ماي يروح لهم ويتأكد بنفسه وفعلا بيروح بيشوب بمركب وهناك بيقوله الراجل اللي بيتخانق مع جينا يبعد عن اليخت بتاعه وإلا هيقتله وفي اللحظة دي بيقرر بيشوب يتدخل وبيضرب الراجل اللي مع جينا لكن لسوق حظه بيقع الراجل على الأرض وبيموت وساعتها بيرجع بيشوب جينا للشاطئ وبيشوف البسبور بتاع جينا وبيلاقي صورته على تليفونها وبيعرف إنه وراء حاجة وإن حد بعتها وبيولع في اليخت في نص المية وبيرجع تاني للجزيرة وهناك بيقول لجينا إنه شوف صورته على تليفونها وبيهددها بالمسدس وبيعرفها إنها لو ما قالتش مين اللي بعتها هيقتلها وساعتها عرفته جينا إن اللي بعتها شخص اسمه كرين لكن هي ما بتشتغلش معاه وما تعرفوش والمفروض إن اللي حصل ده تمثيلية علشان تبان قدامه ضحية ويساعدها وبعد كده تتعرف عليه ويعجب بيها ويحبها وكل اللي تعرفوا إنها بعد ما تتعرف عليه هتكلم كرين في التليفون وهو هيعرفها باقي التفاصيل وبتعرفوا إن شغلها تهتم وتحمل أطفال الأيتام اللي أهلهم بيموتوا في الحروب وكرين هتددها لو ما سمعتش كلامه هيقتل الأطفال دول وعلشان كده ما قدرتش تقوله لأ علشان خايفة على الأطفال من أي حد وساعتها عرفها بيشوب إنه هو كمان كان يتيم وخدوا راجل عصابات هو وكرين ودربوا على إنه يبقى قاتل محترف لكن في النهاية بيشوب قدر يهرب منه وكرين يتعاقد بسببه لإن زعيم العصابة افتكر إن كرين هو اللي هربه ومن ساعتها وهو بيكرهه وبيعرض عليها بيشوب تبقى معاه وتكلم كرين لما يقول لها وقصات كده هيحميها من كرين ومش هيسمح له يأذيها وفي اليوم التاني بيبحث بيشوب عن جينا في اللاب وبيتأكد فعلا إن كلامها صح وبعدها بيشوف رجالة كرين بيترايب الشاطئ من بعيد وساعتها بيروح بيشوب وبيتمشى مع جينا علشان يمثل إن كل حاجة ماشية زي مكرم مخطط ويقدر يخدعه وبيتصرف على إنه بيحبها وفي الليل بتعتذر له جينا إن بسببها هيتورد في مشاكل وبينلاحظ ساعتها إن بيشوب أعجب بجينا وهي كمان أعجبت بيه وقال لها بيشوب إنه خطط للي هيحصل وهيمشو هما الاتنين بكرة على مركب وهيوديها المكان أمان هي والأطفال اللي بتربيهم وبيعرفها إنه مش هينفز عمليات القتل التلاتة اللي طلبهم كرين وأول ما يبعدها عن الخطر ويتأكد إنها بأمان هيقتل كرين لإن ده الحل الوحيد علشان يضمن إن كرين مش هيئذيها هي والأطفال ويسيبوا في حاله وفي اليوم التاني بيتفاجئ بيشوب برجالة كرين وهم بيهجموا على الشاطئ وبيحاول يحمي جينا وبتدور معركة شاري سابين وبيرجالة كرين لكن عددهم بيبقى كبير وبيقدروا يخطفوا جينا ويهربوها في مركب علشان يودوها لكرين وساعتها مساعد كرين بيديله التليفون علشان يتكلم مع كرين وبيطلب منه يقابله لو عاوز يشوف جينا تاني وفعلا بيروح بيشوب لمكانه وبيستنى ييجي قابله وأول ما بيقعد على الكرسي بيكتشف إن تحت الكرسي قنبلة هتنفجر لو أم من مكانه وساعتها بيجي كرين وبيعرفوا إن دي الطريقة الوحيدة علشان يضمن إنه مش هيعمل أي مشاكل ويحاول يقتله وبيدلوا ملف موجود فيه بيانات الثلاث أشخاص اللي مطلوب منه يقتلهم وبيعرفوا إنه أول مهمة لي هيبقى شخص اسمه كريل وده أكبر تاجر أسلحة في أفريقيا وما كانوا دلوقت في أخطر سجون العالم في دولة ماليزيا والسجن اللي موجود فيه عبارة عن جزيرة وسط الميا وبتحوطوا أسماك إرش والمطلوب منه يدخل السجن ده ويقتل كريل بشرط إنها تبان حدثة عديا مش بفعل فاعل ويهرب من السجن بعدها وبيديله جهاز تعاقب صغير علشان يبلعوا لما يهرب من السجن وينفذ العملية علشان يقدر يحدد طريقه وياخده من وسط الميا وبعد كل عملية هيخليه كلم جينا فيديو كول علشان يتطمن عليها ويعرف إنها بخير وما قتلهاش وفعلا بيوافق بيشوب وبيسافر على ماليزيا علشان يستعد للمهمة وبرغم إن المهمة مستحيلة لكن بيشوب بيخطط لكل التفاصيل كويس وبيجهز مادة متفجرة وبيحطها جوه البان وبيحط جهاز التعاقب اللي ادهول وكرين جوه سجارة وبيشوف أخطر المجرمين اللي مطلوبين للعدالة وبيزور بسبور باسمه وبيرسم على وش وشب شبه اللي على المجرم علشان يقدر يدخل السجن بسهولة وفي اليوم التاني بيروح بيشوب وبيعمل شغب في شوارع ماليزيا ولما الزباط بيشوفوا البسبور بتاعه والوشب بيقبضوا عليه وبيرحلوا على السجن وإنك بيسيب له حارس السجن الولاعة وعلبة السجاير والحاجة اللي كانت معاه علشان تعتبر أشياء عادية متاح تبقى معاه جوه السجن وبعدها بيشوف كاريل في ساحة السجن وبيلايا حوالي حراس كتير وبيتكلم ساعتها بيشوب مع شخصة جوه السجن وبيحاول يجمع منه معلومات أكتر عن كاريل وبيعرفوا المسجون إن كاريل حواليها عداء كتير عايزة تقتله لإنه تسبب في موت ناس كتير ومعظمهم قريب اللي في السجن وساعتها عرف بيشوب إن مهمته مش سهلة علشان لو حد قتل كاريل قبله ويتقال إنه تقتل مش هيطلع من السجن وبيشوف ساعتها مسجون مع سكينة وبيجي معاد الأكل وبيقدر بيشوب ياخد السكينة منه من غير ما يحس علشان ما يحاولش يقتل بها كاريل ويبوز مهمته وبعدها بيلاحظ شخص رايح يقتل كاريل وقبل ما يقتله بيضربه بيشوب بالسكينة اللي معاه ولما بيلاحظ كاريل إنه بيشوب دفع عنه وأنقص حياته في آخر لحظة بيقرر كاريل يضمه للحرس بتاعه وبياخده قطه ورجالته بتكون مستنيها برا الأوضة وهناك بيعرض عليه الشغل معاه وفي الوقت ده بيهجم عليه بيشوب وبيخنقه وقبل ما بيموت بيحط بودرة في طبق الأكل اللي في الأوضة وبيحط في بقه أكل كتير وبيخنقه وبيموت في ساعتها وده علشان يباني النمات من أكل السجن وجالوا تسمم وبعدها بيطلع من الأوضة ولما رجالة كاريل بيكتشفوا النمات والحرس بتعرف اللي حصل بيعملوا تجمع للمساجين كلها وبيضربوا جرس الإنذار وفي الوقت ده بيروح بيشوب وبيحط المادة المتفجرة اللي معاه في صور السجن وبيبلع جهاز التعاقب وأول ما الصور بينفجر بيهرب من الجزء اللي تفجر في آخر لحظة قبل ما الحرس تقبض عليه وبينط في البحر وبيفضل يعوم بعيد عن السجن وساعتها بيعرف كرين وبيبعت لرجالته اللي في السفينة وبيوصلوا المكان بيشوب وبعدها بيتكلم مع كرين وبيعرفوا إنه قدامه 36 ساعة علشان ينفذ المهمة اللي بعدها وبيخليه يكلم جينا علشان يتطمن عليها وفعلا بيبدأ بيشوب بتنفيذ المهمة اللي بعدها وبيجمع معلومات عن الشخص اللي هيقتله وبنعرف إن اسمه أدريان وده ملياردير معروف وبيكون ساكن في برج في مدينة سيدني وواخد الدور الأخير في البرج وحوالي حراس كتير بيمشوا معاه في كل مكان والجناح اللي ساكن فيه متأمن كويس والبيبان والأرضيات من الخرصان وكمان السيستم بتاعهم صعب اختراقه ولما بيرابوا بيشوب بيكتشف إنه بيعوم كل يوم في حمام السباحة وبيعرف إن حمام السباحة الأرضية بتاعته من الإزاز وتحت فاضي وساعتها بيصنع مادة بتكسر الإزاز وبيدخل البرج على إنه عامل صيانة وبيدخل قوضة فاضية في المبنى وبيعمل فتحة في الإزاز وبيتسلق البرج بأدوات حديد وبيطلع لحد حمام السباحة وبيحط المادة اللي معاه وأول ما بيعوم أدريان بيفجر الإزاز وساعتها بيشوف أدريان بيشوب وبيقاوم علشان يطلع من حمام السباحة بسرعة لكن ما بيلحقش وبيتكسر الإزاز وبيقع من البرج وفي الوقت ده بينزل بيشوب بسرعة للأوضة وبيرجع كل حاجة زي ما كانت وبيخرج من المبنى وبكده يبامو تكا إنه حدث عادية بسبب إن حمام السباحة نهار وبعدها جون المساعد بتاكرين بيفتح الكاميرا لجينة علشان تكلم بيشوب وبتقدر جينة تزوم الكاميرا على شباك السفينة اللي هم فيها من غير ما جون ياخد باله وبيكلمها بيشوب وبياخد باله من أرقام السفينة ولما بيلاحظ جون اللي جينة عملته بيضربها وبيقفل الكاميرا بسرعة وساعتها بيشوب بياخد أرقام السفينة وبيعرف مكانها من مسؤول الميناء وبيأجر طيارة وبيروح لمكان المركب وبينط من الطيارة في البحر من غير ما حد ياخد باله وبيطلع على المركب وبيبتدي يقتل اللي على المركب واحد ورد تاني بمسدس كاتم للصوت علشان يقتل أكبر عدد منهم من غير ما حد يحس وأول ما كرين بيعرف أن بيشوب على السفينة بيمسك جينة علشان يحمي نفسه وبيفضل بيشوب يقتل في الناس اللي على السفينة لكن بيقدر جون ورجالته يمسكوا بيشوب ويكتفوه وبيعرفوا كرين أنه مش هيقتل جينة وهيديله فرصة أخيرة هيقتل الشخص التالت ولو عمل أي حركة زي دي مرة تانية هيقتل جينة وبعدها هيقتله وبيسيبه وبيمشي وساعتها بيشوب بينط من السفينة وبيمشي من المكان وبيروح علشان يقتل الشخص التالت وبيعرف أن اسمه ماكس وأنه تاجر سلاح خطير وموجود في مبنى متحصن بالكامل وصعب حد يوصله وبيعرف ساعتها بيشوب أن كل الأشخاص اللي مطلوب منه يقتلهم فيهم حاجة مشتركة وهي أن كلهم تجر سلاح على أعلى مستوى وبيكتشف خطة كرين وأنه عاوز يقضي على كل خصومه علشان يبقى هو تاجر السلاح الوحيد وما يبقاش فيه منافس ليه وكرر بيشوب ما يقتلش ماكس ويعمل معه صفقة وبالفعل بيروح للمبنى اللي موجود في ماكس وبيقدر يدخل هناك من غير محد يلاحظ وبيركب جهاز في المبنى بيعطل كل الكاميرات اللي موجودة وساعتها بيتضرب جرس الإنذار اللي في المكان وبيبتدي بيشوب يهاجم أي حارس يعطرت طريقه وفي الوقت ده الحراس بتنقل ماكس للقوضة بتاعته علشان تقدر تتعامل مع الشخص اللي دخل المبنى ولما بيدخل ماكس قطه وبيقفل الباب بيتفاجئ بيشوب قاعد قدامه ومسك المسدس وبيعرفوا بنفسه وأنه الشخص اللي قتل كاريل وقادريان وبيقولوا إن الشخص اللي أمر بقتلهم هو كرين وممكن يكمل مهمته التالتة ويقتله بسهولة دلوقتي لكن هيسيبه عايش مقابل صفقة هيعملها معاه وهي إنه يزيف موته علشان بعدها هيقدر بيشوب يوصل لكرين ويقتله وساعتها ماكس بتعجبه خطة بيشوب وبيوافق عليها وفعلا بيروح لمكان فيه مواد كيميائية وبيفجر المكان وبينط في المياه وأول ما بينط بياخده بيشوب وبيروحه على جزيرة وسط البحر وبيسمع كرين خبر موت ماكس في التلفزيون وإنه مات من انفجار بسبب المواد الكيميائية لكن ملقوش جزيته بعد الحدثة وده بيخلي كرين يشك في الموضوع وبعدها بيشوب بيتصل بكرين وبيطلب منه كرين يشوف جزة ماكس الأول قبل ما يسلمه جينا وساعتها بيدله بيشوب عنوان المكان اللي هو فيه وبيقول له هتلاقي جزة ماكس في المكان ده وبيقفل معاه وفي الوقت ده كرين بيقمر جون ورجالته يروحوا المكان ده ويشوفوا جزة ماكس وأول ما يتأكدوا انه مات يروحوا يقتلوا بيشوب علشان تنتهي قصته وفعلا بيروحوا للمكان وبيقوم بيشوب بيجهز المكان وبيحط فيه متفجرات وألغام علشان يقتل رجالته لما يوصلوا للمكان وأول ما بيوصلوا بيشغل جون الكاميرا لكرين علشان يشوف ايه اللي بيحصل وبيبتدي ساعتها بيشوب يقتل في العصابة واحد واحد وبيضرب عليهم نار وبيفجر فيهم القنابل اللي عاملها وبيقدر بعدها يقضي عليهم كلهم وبيشوف كرين اللي بيحصل وبيعرف ان بيشوب هيجي له قريب وبيقرر يستعد له وساعتها بياخد جينة وبيأمن اليخت وفي الوقت ده بيظهر بيشوب وبيفضل يقتل في رجالته وجينة ساعتها حول التقاوم وتفلت من الرجل اللي مسكها لكن بتضرب طلقه جنبها والحسن حظها ما بتكونش تطلقه في مكان مميت وبعدها بياخدها كرين وبيخبيها في قوضة التحكم معاه وبيزبط مؤشر قنبلة في السفينة هينفجر كمان 3 دقايق وبيسيبها في القوضة وبيحاول يهرب بالطيارة اللي على السفينة قبل ما تنفجر وفي الوقت ده بيكون بيشوب وصل لجينة وبيعرف ان كرين هيفجر قنبلة كمان 3 دقايق وساعتها بيحط جينة في جهاز في السفينة عبارة عن مركب صغيرة مغلقة وبيفصلها عن السفينة وبتنزل جينة لوحدها من السفينة وبيروح بيشوب وبيقتل اللي باقي من رجالة كرين في اسرع وقت قبل السفينة ما تنفجر وفعلا بيقتلهم كلهم في ثواني وبيدخل في قتال شارس مع كرين وبيقدر في النهاية يتغلب عليه وبيربطه بالجنزير وبيجري علشان يحاول يهرب من السفينة قبل ما تنفجر وبعدها بيحصل الانفجار في ساعتها وبتكون جينة بعدت عن المركب ولما شافت الانفجار فتحت الباب وشورت لمركب انقاص كانت موجودة وفعلا قدروا يعالجوا الرصاصة وبعدها اكتشفوا ان كل اللي على السفينة ماتت ومعاهم بيشوب وبتحزن جينة عليه جدا وبعد فترة جينة بتكون مع الاطفال الايتام وبتتفاجئ بيشوب قدامها وبتفرح جدا انه لسه عايش وفي الوقت ده بنشوف ماكس وهو بيتفرج على فيديوهات كاميرات المرأبل لفيلمينا وبيشوف فيديو البيشوب وهو بيطلع من جزء في السفينة بعد الحدثة وبيعرف انه زور موته للمرة التانية علشان يعيش في هدوء وبيبتسم على اللي عمله بيشوب وبيعجب بزكاؤه وانتهى فيلمنا ويا رب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفع على الجرس